تستمعون إلى لأنك الله تأليف علي الفيفي الناشر دار الحضارة بصوت سالم بشير لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق لأنك الله قلبي كله أمل لأنك الله روحي ملءها الألق مقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه كلمات عن بعض أسماء الله كتبتها بضعفي عن القوي سبحانه وبعجزي عن القدير سبحانه وبجهلي عن العليم سبحانه حرست أن أجعلها مما يفهمه متوسط الثقافة ويستطيع قراءته المريض على سريره والحزين بين دموعه والمحتاج وسط كروبه لدي يقين أن نتعلق القلب بالله وعلمه به ومراقبته له وحبه وخوفه ورجاءه كما أنه سر سعادة الآخرة فإنه سر سعادة الدنيا كذلك وأن مرحلة الأحزان والوساوس والكروب ستنتهي تماماً إن وجه العبد بوصلة اهتمامه إلى الذي لم يخلقه إلا لعبادته وباب أسماء الله الحسن باب إيماني عظيم يضلف العبد من خلاله إلى عالم قدسي خاص يجعل النفس تسجد تعظيماً والروح تتبتل خشوعاً وحباً أردت من هذا الكتاب الدلالة على الله سبحانه والإشارة إليه بالقليل مما لديه وتذكير نفسي وإخواني بأنه على كل شيء قدير وأن فضله كبير وأنه سبحانه السميع البصير وأردت أن أربت بهذه الكلمات على أكتاف أتعبتها الأوجاع وأمسح بها على رؤوس صدعتها الآلام أردت أن أواري بأحرف الدموع وأن أطفئ لهيب الضلوع إننا بدون معرفة أسماء الله في صحراء أتائهون تتبدد أيامنا في لهيب تلك الصحراء ودوامة كثبان القلق النفسي اختر الله معرفة وإيمان ويقيناً وعبادة وخضوعاً ثم أنساً وسعادة وهناء أو اختر التيها والضياع والاختناق والشعور بالكآبة والتمزق النفسي لا أدعي في هذا الكتاب إحاطة ولا علماً ولا سبقاً الذي أدعيه هو العجز والتقصير والافتقار إلى عفوه سبحانه وتجاوزه فإن كان في هذا الكتاب من خير فأسأل الله أن يشيعه بين الناس وإن كان غير ذلك فقد علم سبحانه كل التقصير الذي عندي وقد علمت بعض العفو الذي عنده أسأل الله صلاح النية وأن يغفر ما قد يند به القلم أو يخطئ به الفؤاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين علي جابر الفيفي الصمد لا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوء قدره الله الصمد إذا كان الضعف قد بنى حولك سجناً ضيقاً لا تستطيع الخروج منه إذا حاصرتك الحاجات وداهمتك الخطوب والتفت من حولك الهموم وأخذت روحك في الهرب إلى المجهول فأنت ساعتها بحاجة إلى أن تصمد إليه اسم الله الصمد سيمدك بكل ما تحتاجه لتكون قوياً في هذه الحياة وتجاب هواقعك بشموخ وتتجاوز عقدك بعزيمة ابدأ مع الصمد عهداً جديداً ثم ثق أن الغد سيكون أفضل من اليوم وبكثير في ضلال الصمدية الصمد اسم كما ترى بالغ الهيبة قوي الحروف شامخ المعنى قليل الورود والذكر ذو جلالة خاصة وكأن الصمود له سبحانه أهم تجليات الإخلاص في العبادة فمن أكثر من استحضار معنى الإخلاص في عبادته أكسب قلبه صفة الرضوخ إلى مولاه والصمود له وعدم الالتجاء إلا إليه وها نحن ندلف إلى عالم الصمدية لنستلهم شيئاً من معاني الصمد الصمد هو من تصمد إليه الخلائق أي تلجأ إليه هذا من أجل معاني هذا الإسم لذا فسوف نطوف بهذا المعنى الصمد هو المقصود في الرغائب والمستغاث به عند المصائب والمفزوع إليه وقت النوائب جاء ذكره في سورة من أعظم سور المصحف ومن أقصرها وهي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن الكريم قل هو الله أحد الله الصمد يحتاج المخلوق إلى نصر فيقول يا الله يحتاج إلى إعانة فيقول يا الله يحتاج إلى حفظ فيقول يا الله يحتاج إلى هداية فيقول يا الله يحتاج إلى لطف فيقول يا الله أمواج أحاطك بالاحتياجات لتحيط نفسك بأسمائه وصفاته وهذا معنى الصمدية في كل لحظات حياتك أنت بحاجة إليه فإن لم ترجع إليه اختياراً رجعت إليه اضطراراً المزارع إذا تأخر وقت الحصاد وقد تعظمت حاجته للثمر وصار الماء شحيحاً نظر إلى السماء وقال يا الله ركاب السفينة إذا تلاطمت بهم الأمواج وزعزعت فكرة الموت طمأنينة الحياة في نفوسهم قالوا يا الله إذا أعلن قائد الطائرة أن عجلاتها رفضت التحرك ولذلك سيأخذ جولة على المطار إلى أن تحل المشكلة ينسى ركاب الطائرة كل الشخصيات المهمة ولا يتذكرون إلا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وعيناك على رسام القلب تنظر إلى تلك الخطوط المتعرجة ومريضك تخفت أنفاسه وتتضاءل نبضاته وتلك الخطوط تأخذ قليلاً قليلاً في الهبوط لحظتها تنسى اسم الممرضة ويتبخر من رأسك وجه الطبيب وتقول في رجاء يا الله كن معه أفكار الزيف جاء شيخ أعرابي اسمه الحصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد يا حصين فقال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من لرهبك قال الذي في السماء قال من لرهبك قال الذي في السماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاترك الذين في الأرض وعبد الذي في السماء فأسلم الحسين لقد اقتنع بسبب معنى الصمدية لأن من تصمد إليه وقت الرهبة والرغبة هو وحده من يستحق أن تسجد له إن الإيمان أسهل فكرة في الوجود لا تحتاج إلى كتب ولا إلى فلسفة ولا إلى سبر وتقسيم هي كلمة قلها بإخلاص ثم تركها لتشتت أفكار الزيف يختصر القرآن ذلك فيقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون كلمة الله وحدها كفيلة بإسكات أكبر أكاذيب الحياة في عمق كل إنسان وداخل كل خلية وحول كل شريان أشياء تعرف الله جيدا وتسجد له وتسبحه إن الكافر وهو كافر إذا سمع القرآن يخطع ومن قصص السيرة الشهيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم على مشركي مكة في المسجد الحرام وما أن انتهى حتى سجدوا كلهم سجدوا حتى أولئك الذين طردوه وآذوه وخططوا لاغتياله سجدوا تلك الأشياء التي في خلاياهم وشرائينهم تفجرت فيها طاقة إيمانية رهيبة فجعلتهم يخرون للأذقان سجدا الكواكب خلق في نفوس عباده حاجة إلى حبه سبحانه هناك نوع من الحب المقدس في قلوب العباد لا يشبعه إلا الإنحناء له والطواف ببيته والوقوف بين يديه والقيام من النوم لأجله وبذل المهج في سبيله الحياة بكل تجلياتها همس يقول لك الذي تبحث عنه على عرشه يسمعك الرحمن على العرش استوى امرأة يخلو بها فاجر في إحدى الخلوات فيراودها عن نفسها ولكنها تأبى فيقول حاثا لها لا يرانا إلا الكواكب فترد بشموخ فأين مكوكبها؟ أين الله؟ إنه قلب صامد إلى الله يراقبه متيقن أنه عليم خبير سميع بصير محيط وصمودك إليه بقلبك تماما كصمود المصلي إلى الكعبة ليصلي إليها هكذا يجب أن يكون القلب يوزع رغباته في كل الاتجاهات لكن الاتجاه الأمامي يجب أن يكون لله فقط ضع يمين قلبك ما شئت ويساره ما شئت ولكن أمامه لا تضع إلا مرضاة الله إلا مراقبة الله إلا حب الله وننساه إذا بحثت عن شيء فلم تجده فدعه وانشغل بالله هو الذي جعل ذلك الشيء يضيع لتصمد إليه وتلتجي لتقول اللهم رد علي ضالتي فيردها يريدك أن تنشغل به عن حاجتك ولكنك تنشغل بها وتنساه ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام بالغ النفاسة في هذا المعنى فتأمله بقلبك ثم اجعله بالقرب من أوجاعك وكربك وحاجاتك يقول العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك من العبادة والطاعة ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية تنقطع الأمطار وتصبح الدنيا قاحلة على عهد موسى عليه السلام فيخرج هو وقومه وهم آلاف من الرجال والنساء والولدان فيرى موسى نملة خرجت رافعة يديها إلى السماء صامدة إلى رب السحاب فيعلم موسى أن هذا الصمود وهذا الذل لن يعقبه إلا هو طول السماء بماء منهمر في طفولتي كنت أسمع دعاء لأحد القراء فيهزني اللهم أوقفنا مطايانا ببابك فلا تطردنا من جنابك هذا الإيقاف للمطايا بباب الكريم هو معنى الصمد اصمد إليه يجب أن تعلم أنه لو لم يؤذن للدواء أن يؤدي مفعوله في جسدك لم ارتفع عنك ذلك المرض فاصمد إليه أن يشفيك يجب أن توقن أنه لو لم يصرف تلك السيارة المتهورة عنك لكنت الآن في عداد الموتى فاصمد إليه أن يحفظك يجب أن تعلم أنه لو لم يحطك برعايته عندما ركبت البحر لكنت الآن طعما لأسماك المحيط فاصمد إليه أن يكون معك ولهذا تصمد إليه لترتاح ليهدأ لهاثك لأنك بدونه تركض وتلهث وتتوتر أنصت إلى أولئك الذين تعبثوا بهم سفينة أو يرون الموت وهو مقبل عليهم وتعصف بهم رياح التقلبات سوف تسمعهم بجميع أديانهم يلهجون باسمه يا الله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين جعل في داخلك حاجة لأن تقول اسمه هناك أمن يعم كيانك إن قلت يا الله فإذا لم تقلها اختيارا قلتها اضطرارا وإن لم تذكرها إيمانا ذكرتها قهرا وإذا لم تكن كلمتك في الرخاء كانت صرختك في الشدة البوصلة لماذا ننتظر حائجة تردنا إليه ومصيبة تذكرنا باسمه وكارثة نعود بها إلى المسجد ألا يستحق أن نخضع ونلتجأ إليه دون حوائج وكوارث ومصائب هل كل ما أعطانا إياه من حياة وصحة وإيمان وأمان وسعادة قليل حتى لا ننكس رؤوسنا إليه إلا ببلية تنسينا كل أوهامنا ولا يبقى في عقولنا معها إلا الله عد البوصلة قلبك باتجاهه ثم سر إليه ولو حبوا على ركبتيك ستصل فأينما تولوا فثم وجه الله إذا التجأت لفلان من الناس صباحا قد يغلق بابه دونك في المساء إذا نصرك على زيد قد لا ينصرك على عمر إذا أعطاك اليوم فسوف يمنعك في الغد أما الله فلا هو الحي لا إله إلا هو فدعوه يعطي بالليل والنهار ينصرك على الجميع إن كنت مظلوما لا يغلق بابه يده سحاء الليل والنهار أكرم الأكرمين لذلك تصمد إليه كل الخلائق فإذا جربت أن تصمد إلى غيره في حاجة رجعت خائبا ولابد إذا طلبت غيره قد لا يجيبك أو قد يجيبك ولكن يتأخر في تلبية طلبك أو يلبيه ولكن ناقصا أو يلبيه كاملا لكن مع ملعقة إهانة وقد لا يهينك ولكن نفسك تنكسر له فرغ قلبك من غيره دخلت قديما مكتب وكيل إحدى الجامعات وقد كتبت له معروضا في شأن من شؤون دراستي ثم شرحت له بعض التفاصيل فقال لي لا تكثر هرجا الناس لا يريدونك أن تكثر من الهرج ولكن الله يحبك إن كثرت من الهرج بين يديه فهو يحب العبد اللحوح في الدعاء فلماذا تشكل غيره وتتركه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله ما دام أن هناك حاجة تستحق السؤال فليكن الله هو من تسأله أعجبتني مقولة نقلها أبو حامد الغزالي عن أحد العارفين يقول فيها عن اسم الله الأعظم فرغ قلبك من غيره ثم ادعه بأي اسم يجبك وهذا فحوى معنى الصمد اجعل في قلبك الله ثم قل أي شيء من مرضاته سيكون إلهي المسحة ورباني الصبغة كل عارض يعرض إنما هو رسالة تقول لك لديك رب فالتجئ إليه المرض رسالة لتذل له والفقر برقية لتسجد له والضعف مكالمة تقول لك استجلب القوة من القوي الحياة كلها تصرخ في وجهك لديك رب اسمد إليه وفي حديث ابن عباس سالف الذكر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أمامك احفظه في نفسك وجوارحك وخواطرك سيكون أمامك بحفظه ومعيته ونصرته الصمد لا تهدأ قلوب خلقه حتى تضع زواداتها عند عتبة ملكه خطوات انظر في أي اتجاه شئت ولكن اجعل في قلبك عينين لا تنظران إلا إلى عظمته تحدث بكل ما تريد ولكن اجعل في قلبك لسانا لا ينطق إلا بذكره استمع إلى الجميع ولكن اصنع في قلبك سمعا لا يدرك إلا كلامه امشي إلى حيث شئت ولكن احفر في قلبك خطوات نهايتها عرش الملك اصمد إليه بقلبك وروحك وتفكيرك وجسدك وإرادتك وأحلامك وأوهامك إذا أمسكت قلما فتساءل هل يرضى سبحانه عما سأكتبه في هذه الورقة إذا هممت بكلمة تقولها فتساءل هل سأقول شيئا يرضيه إذا وقفت موقفا تساءل هل موقف هذا محبوب عنده أم لا اصنع منبها وعلقه في أعلى قلبك دقاته تقول ماذا يريد الله ماذا يريد الله ماذا يريد الله اصمد إليه في كل حين وإذا ما استيقظت في نصف الليل فتذكره خيالاتك سوداء إذا لم تتذكره عقلك خراب دون أن يمر اسمه على خطراتك أحلامك مستنقعات فإذا جاء ذكر الحي الذي لا يموت عليها صارت أنهارا وأشجارا وعصافير شادية شموخ إذا علمت روحك الصمود إليه فإنها مع الزمن تستحي أن تكثر من الطلبات الدنيوية لأنها ليست الحيز الذي خلقك له كل آمالك أخروية قال الخليفة لابن عمر وهو يطوف حول الكعبة سلني بن عمر فنظر إليه بشموخ الصامد إلى الله وقال من أمر الدنيا أم الآخرة فقال أما الآخرة فلله ولكن من شؤون الدنيا فقال لم أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها الصمود لله يحولك إلى عظيم لا يبالي بملاك التراب الدنيا تخصص لا يقبل عليها الصامدون لله قال أمير لابن تيمية سمعنا أنك تريد ملكنا يا ابن تيمية فرفع ابن تيمية رأسه بشموخ وقال والله إن ملكك لا يساوي عندي فلسين رجل يعرض وجهه لله آناء الليل كيف يذل لقطعة خزف أطراف النهار حقيقة اللحظة التي تصمد فيها إليه لأجل حاجتك هي نفسها اللحظة التي تصبح حاجتك ملك يمينك لا عبور لأي رغبة إلا من طريق الله لا وجود لأي حاجة إلا في ساحة الله لا إمكانية لحدوث شيء إلا بالله فإنه وحده الذي لا حول في الوجود ولا قوة إلا به لا يمكن لخلية أن تتحرك ولا لذرة أن تكون ولا لقطرة أن تتبخر ولا لورقة شجر أن تسقط إلا بحوله وقوته لا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوءا قدره الله إذن فاجعل وجهك إليه وألجئ ظهرك إليه وفوض أمرك إليه فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أصمد قلوبنا إليك واجعلنا لا نطلب غيرك ولا نسأل سواك ولا نستغيث بأحد من خلقك يا الله الحفيظ نتذكر فائدة مانع الانزلاق وفائدة كابح السرعة وفائدة البالون الواقي وفائدة حزام الأمان وننص الله الحفيظ إذا شعرت أن حياتك في خطر أو أن المرض يهدد صحتك أو كان ابنك بعيدا عنك وقد خشيت عليه من الضياع أو رفقاء السوء أو أن مالك الذي جمعته قد بات قاب قوسين أو أدنى من التبدد والتلف فاعلم أنك بحاجة إلى أن تعلم أن من أسماء ربك سبحانه الحفيظ وأنه ينبغي عليك أن تجدد إيمانك بهذا الاسم العظيم وأنه قد جاء الوقت المناسب لتتفكر فيه وتتأمل فهو وحده يحفظ حياتك ويحفظ صحتك ويحفظ أبنائك ويحفظ مالك ويحفظ كل شيء في هذه الحياة أيها القلب اطمئن يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات منتهى الحفظ عنده وغاية الرعاية لديه وأقصى الطمأنينة ستكون وأنت بمعيته يحفظ عبده لذلك نقول دائما اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي إنك تستحفظ الله جهاتك الست إنك تطلب منه هالة حفظ تحوطك من جميع الجهات ولا يقدر على ذلك إلا هو يحفظ سمعك وبصرك لذلك ندعوه في الصباح والمساء أن اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري ستفقد الجهاز الذي تستطيع به فهم هذا العالم إن فقدت سمعك وبصرك ستعيش في عزلة سوداء ستخنقك الدنيا بصمتها قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به الحفيظ هو من يحفظ سمعك الذي تسمع به الحرام ولو شاء لأذهبه في لحظة يحفظ بصرك الذي تنظر به للحرام ولو شاء لأذهبه في لحظة يحفظ دينك لذلك تناجه في السجود أن يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك طرقات الزيغ لو لم يثبت قلبك على دينه لتناوشتك الشبهات وتخطفتك الأهواء علماء أفنوا أعمارهم بين الكتب والمحابر لم يريد الله أن يحفظ عقائدهم فكفروا به سبحانه وبعضهم صار مبتدعا في الدين وأنت بعلمك القليل ما زلت تسجد له لقد حفظ الحفيظ دينك عالم اسمه عبد الله القصيمي يؤلف كتابا يدافع فيه عن دين الله اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية قيل عنه مبالغة أنه دفع به مهر الجنة وأثني عليه من منبر الحرم ثم بعد ذلك بسنوات تطرق أصابع الزيغ قلبه والعياذ بالله وتبدأ الشبهات تنسج حول أفكاره بيوت الشك ثم تغدو المسلمات ممكنات والحقائق آراء وتحت تلك الشبهات ومن بين أكوام الضلال يمسك قلمه ويؤلف كتابا يهاجم فيه الإسلام اسمه هذه هي الأغلال يقول إن دين الله آصار وأغلال وقيود نعوذ بالله من الخذلان إن الحفيظ هو من يحفظ دينك لا مجموعة المعلومات التي في رأسك لا تغتر بعلمك ولا بحفظك لكتاب الله ولا باستظهارك لشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله ستزيغ إن لم يحفظ الله دينك هذا بلعام بن باع راء يؤتيه الله اسمه الأعظم ليدعوه في أي وقت فيستجيب له فلا يحول هذا الإسم العظيم بينه وبين الزيغ فيهلك في الهالكين وننسى الله يحفظ حياتك لذلك نستودعه سبحانه أحبتنا عندما نفارقهم ونقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه يستحيل أن تضيع الودائع التي أسبغ عليها الله حفظه وأحاطها برعايته كل حادث ينجو منه صاحبه وراءه حفيظ أنجاه منه نتذكر فائدة مانع الإنزلاق وفائدة كابح السرعة وفائدة البالون الواقي وفائدة حزام الأمان وننسى الله إذا صفعت الأمواج بعتوها السفينة وبلغت القلوب الحناجر من الذي يحفظ السفينة من أن يبتلعها المحيط رأيت تسجيلا لسفينة تلعب بها الأمواج كان منظر من في السفينة وهم يندفعون بعنف من أقصاها إلى أقصاها مؤثرا لا يملكون شيئا حتى التفكير لا يستطيعونه الشيء الوحيد الممكن بالنسبة لهم هو محاولة التشبث بأي شيء ثم لما انتقلت الكاميرات للخارج رأيت السفينة قشة صغيرة في وسط الأمواج العاتية يعلن قائد طائرة عن وجود عطل في الطائرة فيتحول أولئك الذين كان كل واحد منهم في فلك يسبحون إلى مخبتين الكل يلتجء إلى الله ويعلن توبته نسوا آمالهم وأحلامهم وهمومهم وغمومهم وصار الموت هو كل ما يمكن لعقولهم أن يتصوره من هو الذي أصلح العطل بقدرته كي تنزل الطائرة بسلام ويخرج منها أولئك الذين حولهم الخوف إلى أشباح تعرضت طائرة كنت أحد ركابها إلى مطبات هوائية شديدة لحظتها فقط استشعرت وبدقة كبر جرم الطائرة وكيف أنها الآن في الجو تسبح فوق صحراء ممتدة شعرت بشيء فوق الخوف كيف كنت غافلا طوال الرحلات التي ركبت فيها الطائرة عن هذه الصورة المفزعة لهذا الجرم الذي يتحرك في الجو بقدرة الله ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن وصلنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب في الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله المعقبات يقول تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله لأجلك أنت يأمر الحفيظ سبحانه أربعة ملائكة أن يحيطوا بك حتى يحفظوك بأمره من كل ما لم يقدره عليك كيف لا يكون حفيظا وقد أوكل بك هذا العدد من ملائكته الكرام حتى يصد عنك أي طلقة لم يشأ سبحانه أن تخترق جسدك وأي صخرة لم يريد سبحانه أن تنهي حياتك بل وأي بعوضة لم يشأ سبحانه أن تؤذي بشرتك شاهدت وبذهول المقطع الذي تظهر فيه حادثة محاولة اغتيال الشيخ عائد القرني في الفلبين وكيف أن المجرم وجه إلى صدر الشيخ عائد ست رصاصات من مسافة متر تقريبا ولا حائل بين الطلقات والشيخ والقاتل يبدو أنه محترف ولا توجد مقاومة من الشيخ أو من مرافقيه ثم يخرج الشيخ من تلك المحاولة الآثمة سليما معافا وأتذكر كيف أن طلقة واحدة ومن مسافة بعيدة أودت بحياة الرئيس الأمريكي جون كيندي مع أن سيارته كانت تتحرك وحوله الحرس والجنود ثم يعلن الشيخ أنه كان قد ذكر الله وحصن نفسه بالأدعية هذه الحادثة درس متكامل بل كتاب من عدة أجزاء في معنى اسم الحفيظ ما بين القوسين أتعلم أنه يحفظك في كل لحظة بل في كل لحظة يحفظك مئات المرات كيف في هذه اللحظة التي تقرأ فيها ما بين القوسين حفظ قلبك من التوقف وشرايينك من الإنسداد وعقلك من الجنون وكليتك من الفشل وأعصابك من التلف ورأسك من الصداع ومعدتك من القرحة وأمعاءك من التهاب القولون وأعضاءك من الشلل وعينيك من العمى وسمعك من الصمم ولسانك من الخرس كل هذا وأكثر حفظه في هذه اللحظة ثم يستمر هذا الحفظ في اللحظات التي تليها وهكذا فكم الحمد لله ينبغي أن نقولها في هذه اللحظة الواحدة قارورة إذا أوقفت سيارتك في مكان مظلم وخشيت عليها أيدي السراق فاستحفظها الحفيظ فلن يضيع سبحانه ما استحفظته عليه إذا خرجت من بيتك وخشيت على أطفالك فقل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ستعود بإذن الله وهم في أحسن حال لأنه الحفيظ إذا ألجأتك الظروف أن تترك شيئا ثمينا في مكان عام أو مكان غير آمن فانزح بقلبك إليه وقل اللهم احفظه وثق أن عين الله ستكلأه إلى أن تعود أربعة من الأصدقاء ذهبوا إلى مكان يبعد عن تبوك ستين كيلا اسمه نعمة ريط ثم هبطوا الساعة التاسعة صباحا سائرين على أقدامهم إلى مكان يسمى الشق والشق هذا شرخ عظيم في قشرة الأرض والهبوط إليه مغامرة بل مجازفة بالحياة حبهم للمغامرة جعلهم ينزلون وصلوا إلى القاع في نصف ساعة تقريبا ثم مكثوا إلى قريب من المغرب في محاولة الصعود إلى السطح تعلقوا بالصخور تزحلقت بهم الإنحناءات الملساء تهشمت الطبقات الصخرية تحت أقدامهم عبروا من أماكن ضيقة لا تتزع إلا لأصابع الأقدام تعبوا تشققت أرجلهم أنهكوا تماما بلغ بهم العطش مبلغا عظيما باختصار رأوا الموت كانت قلوبهم معلقة بالله كانوا متيقنين أن لا حافظ إلا الله يقول أحدهم وبشهادة البقية أنه دع الله بإلحاح وقد بلغ به العطش حدا تمنى الموت فإذا به وفي مكان لا يمكن أن يكون قد وطأته قدم إنسان في القريب على الأقل يرى قارورة ماء صحة نظيفة فلم يفرح بالماء الذي تقاسمه مع رفاقه بل فرح بالله الذي كان معه في تلك اللحظة علم أن الله الذي أوجد تلك القارورة في تلك اللحظة سينقذهم من تلك الرحلة المميتة لم تعد القارورة في ذهنه ترمز للنجاة من الموت بل ترمز لحفظ الحفيظ سبحانه وقبيل المغرب وصلوا للسطح وأوجههم سوداء وثيابهم مشققة والدماء التثعب من أرجلهم وإيمانهم بالله بحجم تلك الجبال التي أحاطت بهم سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون أعظم وأكثر وأكبر والاسم الحفيظ مع كل مخلوق قصة فهو لا يخلق خلقه ثم يتركهم بل يمدهم بالسلاح الذي يواجهون به مفاجآت الحياة يعطي كل مخلوق سيفه الخاص ليخوض حرب الحياة فهو يحفظ بعض الحيوانات بقدرتها على الجري السريع كالغزال والأرنب ويحفظ بعضها بقرون تبقر به بطن من يقترب منها بسوء مثل وحيد القرن والجاموس ويحفظ بعضها بضخامة الجثة فتدكدك أعداءها بثقلها مثل الفيل والدب وبعضها يجعل سلاحها الذي يحفظها به صعقة كهربائية تصيب من يلمسها مثل فانوس البحر وبعض الكائنات حافظها بسموم تكمن في أجسادها كالثعابين والعقارب ويحفظ الحرباء بأن جعلها تستطيع أن تغير لونها عند الحاجة ويحفظ بعضها بالطيران وبعضها بالقدرة على المراوغة والبعض بالتسلق هذا شيء من حفظه وما لا تعلمه البشرية من حفظه سبحانه أعظم وأكثر وأكبر يدافع عنك ومن صور حفظ الله أنه سبحانه يدافع عن المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا تأمل إنه لا يدفع عنهم الشر بل يدافعه عنهم وفي هذه إلماحة إلى ضراوة ما سيلاقونه وتعدد أشكاله وتنوع صوره ولكن الله أعلم بما يوعي أعداؤه فيدافعهم ويصدهم عن أحبابه وفي الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب تخيل حربا بين عدو للدعوة وللحق وللدين وبين الله من المنتصر؟ من المهزوم؟ بل من المخذول؟ إنه لعباده المؤمنين حفيظ يحفظهم حفظا خاصا معه الحب والرعاية والرحمة يتجمع مشركو قريش حول غار فيه رجلان محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه والإغراءات المالية تدفعهم لقتلهما معها الأحقاد الدفينة والرغبة في حوزة وسام الظفر بأهم شخصية في تلك المدة فيتسلل الخوف إلى فؤاد أبي بكر فينظر إلى صاحبه العظيم ويقول ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما يا أبا بكر هل تعتقد أننا اثنان؟ كلا بل نحن ثلاثة هنا تتشتت المخاوف تزول الرعدة يذوب التوجس وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلها أمان ها هم فتية الكهف يلتجؤون إليه ويسألونه الهداية فيلجئهم إلى كهف بلا باب كهف مفتوح للبشر والهوام والسباع ولكنه يريد حفظهم فيلقي عليهم أحد جنوده إنه جندي الرعب فلا يقترب من الكهف أحد إلا انتزع الرعب رغبته في التقدم فتراه يهرع خائفا ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أنا وأنت إذا أردنا أن نلقي شيئا ألقينا قلما أو كتابا أو صخرة أم الله فيلقي فيما يلقي أشياء أهم وأغرب وأكبر يقول سبحانه سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب لأجل عباده وأوليائه يلقي بالرعب في قلوب الذين كفروا فتنتفض أطرافهم فرقا من أولياء الله وديان السباع ويحفظك سبحانه بالملائكة فمن قرأ آية الكرسي قبل أن ينام أوكل الله به ملكا يقوم على رأسه يحفظه مما لم يقدره الله عليه تخشى مماذا إذا كان الله معك يجعلك هذا الاسم ترغب في أن ترفع صدرك إلى الأعلى ثقة بالحي الذي لا يموت تمشي في الظلام تجوز وديان السباع تخوض مستنقعات التماسيح فالحفيظ يحيطك بهالة حفظ تجعل كل هذه الأشياء اللاعب أطفال تافهة نعم هذا لا يتناقض أن تعمل بالأسباب فقد أمرنا بذلك وعمل بها قدوتنا عليه الصلاة والسلام في هجرته ومغازيه وأيامه كلها ولكن يبقى السبب سببا له قدره من الأهمية ويبقى الله في قلبك هو العليم القدير الحفيظ من يقرأ قصة الشيخ عبد الرحمن السمية رحمه الله في سفره إلى أفريقيا للدعوة ونشر الدين وكيف أنه خاض المستنقعات والوديان الموحشة في مجاهل القارة السوداء وجاع وعطش ومرض ومع ذلك لم يمسسه سوء بل ظل خمسا وعشرين سنة في طريقه اللاحب الذي اختاره لنفسه ثم مات في الكويت على السرير من يقرأ قصة السميط يعرف معنى الحفيظ ذكر البعض مما يستأنس به في هذا السياق مما لا نتحقق دقته ولكنه ليس غريبا على عباد الله الصالحين أن سعيد بن جبير أمسك به جنديان من جند الحجاج وبينما هم في الطريق إذ نزلت الأمطار وألجأتهم إلى صومعة راهب فرفض سعيد أن يدخلها رفضا قاطعا تنزها أن يلج مكانا يعبد فيه الله على ضلاله فتركاه في الأسفل وصعدا فإذا بأسد يقترب من سعيد فيصرخون به من الأعلى أن يهرب فلا يحرك سعيد ساكنا بل يظل في عالم من الذكر دافئ فيقترب الأسد أكثر ثم يصل إلى سعيد وكأنه يهمس له همسا ثم ينصرف والجنديان ينظران بخوف والراهب ينظر بعين أخرى يقول هذا ولي من أولياء الله خذوا كل دنياكم وتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا من الذي جعل الأسد يتوقف في اللحظة الأخيرة؟ إنه الحفيظ أنا الفقير شاهدت في مقطع مروع عبر اليوتيوب أحدهم يمر من على سكة الحديد مشيا والمشكلة أن القطار كان بكل قوته قادمة ولكن الرجل قدر أنه سيكون في الجهة الأخرى في الوقت المناسب هذا هو تقديره فجأة تعلق رجله بين حديد السكة يحاول أن ينتزعها فلا يستطيع والقطار مقبل بسرعة جبارة صوته يملأ ذلك المكان برعب الموت والرجل يحاول بهلع يكاد أن يموت قبل أن يصله الموت ولما تكون المسافة بينه وبين القطار أمتارا يأذن الله لحديد السكة أن يفسح لرجله المجال فتخرج وينتقل إلى الجهة الأخرى في ومضة كان جزء منها سينهي حياته نهاية مأساوية ثق بضعفك ثق بهزال رأيك ثق بفقرك ثم اجعل قلبك معلقا بالله وردد أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي نبي الله لوط عليه السلام يهجم قومه على بيته يريدون أن يخلعوا باب البيت وأن يظفروا بضيوفه وهم ملائكة إيا له من عار أبدي أن يظفر فسقط قومك بضيوفك فقال بكل ضعف لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال نبينا عليه الصلاة والسلام يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ألزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان يا غلام وقد يحفظك الله أيضا بأعدائك كيف يكون ذلك؟ يقال أن لصا دخل إلى بيت وأراد أن يسرق مالا في إحدى الغرف وقد كان فيها طفل وأبواه فتسلل اللص إلى الغرفة وحمل الطفل ونقله إلى غرفة أخرى فصرخ الطفل فاستيقظ الوالدان مبهوتين وتسألا ما الذي أخرج طفلهما؟ فخرجا يبحثان عنه في المنزل استغل اللص تلك اللحظة ودخل غرفة الأبوين لسرقتها فجأة انهار سقف الغرفة ودفن اللص ما الذي جاء باللص لينقذ تلك الأسرة من الموت تحت الأنقاض بحيلة كانت عليه لا له؟ إنه الحفيظ الذي يحفظ عباده يحفظهم حتى بأعدائهم ومن أعظم الأسباب التي تستجلب بها حفظ الحفيظ سبحانه أن تحفظه أعد وتأمل قراءة حديث يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة احفظ الله يحفظك الله احفظه في أوامره فقم بها كما أمرك واحفظه في نواهيه فانتهي عنها كما نهاك اختناق هذا كل ما في الباب وبعد ذلك اشمخ على مخاوفك وأحزانك سينجيك الله منها كما أنجى ذنون بن متى لا هم ولا غم ولا كرب يقارب هم وغم وكرب ذنون يونس عليه السلام في ظلمات ثلاث ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت يا لها من حياة بئيسة تلك التي ستقضيها إلى أبد الآبدين في بطن الحوت على تلك الهيئة الكئيبة ظلام ضيق اختناق ثم يواجه ذلك السيلة من الكروب بكلمة واحدة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتصعد تلك الأحرف الضعيفة تخترق ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل تصعد إلى السماء يروى أن الملائكة سمعتها فقالت يا رب صوت معروف من مكان غير معروف فيجيء الفرج ويجيء الحفظ ويجيء العفو فيلقيه الحوت بالساحل وينبت عليه الحفيظ شجرة من يقطين كلنا في هذه الحياة ذنون الحياة قد التأمت علينا بكروبها ولن ينجينا منها إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك واجعل من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا حفظا منك ينجينا به مما نخشى ونحاذر اللطيف إذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترى السوء أو جعل السوء لا يعرف لك طريقة أو جعلكما تلتقيان وتنصرفان عن بعضكما وما مسك منه شيء اللطيف هل لديك أمان بعيدة المنال بينك وبينها أهوال هل أخبرك لطباو أن لا أمل في شفاء قريبك هل تشعر باليأس لأن ما يمكنك أن تفعله لن يأتي إليك بما تتمنى حصوله إذن تعال معي لنتعرف إلى اسم الله اللطيف والذي ستكتشف إذا ما تأملته اللامستحيل في هذه الحياة وأن الله قادر على كل شيء وأن أحلامك المستحيلة ستغدو ممكنة التحقق إذا ما طرقت باب اللطيف خفي الألطاف في اللغة اللطيف البر بعباده المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولطف وتقول لطف الله لك أوصل إليك مرادك بلطف واللطف أصله خفاء المسلك ودقة المذهب فلن يوصل إليك إحسانه برفق إلا من يصل علمه إلى دقائق الأمور وخفايا النفوس فالله سبحانه هو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون فهو ذو لطف وخفاء ودقة في إكرامه وإحسانه وفي عصمته وهدايته وفي تقاديره وتصاريفه فمع بالغ قدرته وعظمة علمه وبصره بمخلوقاته إلا أنه في لطف فيما يحوط به العبد من هداية وإكرام وأحسان لا تفجأك أفضاله بل يسبقها برياح البشرى ويهيئ قلبك لاستقبالها ثم إذا نزلت بك الأفضال جعل لها من الأسباب التي تسبقها ما تكون به ممهدة الوقوع وكأنها من محط كسب العبد وهي على الحقيقة إكرام بحت من عظيم المن والعطاء وتأتي بلطفه عظائم المقادير والتي تستبعد أكثر العقول خيالا وقوعها فيجعلها كائنة حاضرة كل خيط من ذلك المقدر يمسك به قدر من لطفه فلا تنتبه إلا وبقريب من المعجزات قد بات بساحتك لا تعلم كيف أمكنه أن يحدث وتتيقن أن حولك وقوتك أقل من أن تحدثه فتنظر إلى السماء وتقول الله لطيف بعباده نسيم اللطف إذا أراد اللطيف أن ينصرك أمر ما لا يكون سببا في العادة فكان أعظم الأسباب وإذا أراد اللطيف أن يكرمك جعل من لا ترجل خير منه هو سبب أعظم العطايا التي تنالك وإذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترى السوء أو جعل السوء لا يعرف لك طريقة أو جعلكما تلتقيان وتنصرفان عن بعضكما وما مسك منه شيء وإذا أراد اللطيف أن يعصمك من معصية جعلك تبغضها أو جعلها صعبة المنال منك أو أوحشك منها أو جعلك تقدم عليها فيعرض لك عارض يصرفك به عنها وعباد الله يرقبون تلك الألطاف من اللطيف ويبصرونها ببصائرهم وكأن كل قضاء ينالهم به بصمة لطف يدركها وحدهم عندما أراد اللطيف أن يخرج يوسف عليه السلام من السجن لم يدكدك جدران السجن لم يأمر ملكا أن ينزع الحياة من أجساد الظلمة لم يأذن لصاعقة من السماية أن تقتلع القفل الحديدي فقط جعل الملك يرى رؤيا في المنام تكون سببا خفيا لطيفا تستنقذ به يوسف الصديق من أصفاد الظلم ولما شاء اللطيف أن يعيد موسى عليه السلام إلى أمه لم يجعل حربا تقوم ينتزعها ثوار بني إسرائيل ضد طغيان فرعون يعود بعدها المظلمون إلى سابق عهدهم لا بل جعل فما موسى لا يستسيغ حليب المرضعات بهذا الأمر الخفي يعود موسى إلى أمه بعد أن صار فؤادها فارغا ولما شاء اللطيف أن يخرج رسولنا عليه الصلاة والسلام ومن معه من عذابات الشعب بني هاشم لم يرسل صيحة تزلزل ظلم قريش فقط أرسل الأرضة تأكل أطراف وثيقة الظلم وعبارات التحالف الخبيثة فيصبحون وقد تكسرت من الظلم العرى بحشرة لا تكاد ترى لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندا وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من قصد وركنك لم يزل صمد فكيف تذود من ورد ولطفك يا خفي اللطف إن عاد الشرور عدا إنه اللطيف سبحانه بأيسر الأمور يقدر أعظم المقادير وتتم إرادته على ما شاء وعبده غير مدرك بأن شيئا ما يحدث الصخرة تنام فيحب أن تقوم تصلي بين يديه فيرسل ريحا هادئة تحرك نافذتك أو طفلا من أسرتك يمر ويحدث ضوضاء بجوار غرفتك أو حاجة شديدة في شرب شيء من الماء فتستيقظ وتنظر إلى الساعة وبعد دقائق تكون واقفا على السجارة تناجيه ولا تعلم أنه هو من أيقظك تقود سيارتك في مرتفعات الجبال ثم فجأة ترى من الضرورة أن توقف سيارتك جانبا لتتأكد من وجود شيء في درج السيارة هويتك أو محفظة نقودك وبعد ثوان ترى أمامك صخرة عظيمة هابطة من أعلى الجبل لو لم تقف لدك دكت سيارتك فتكمل رحلتك سالما ولا تعلم أنه هو من أنقذك تخطط لمعصيته تخرج ليلا تفاصيل الخطة محكمة فجأة تمر سيارة من بعيد فتشك أنت أن أحدهم يراقبك فتنغص تلك السيارة المرة فكرة الذنب لديك فتبرد إرادتك وتعود إلى بيتك ولا تعلم أنه هو من صرفك بلطفه عن معصيته وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة في العشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي الخفايا والخبايا ولا بد للطيف أن يكون عليما فكيف يكرمك ويمن عليك ويهديك بلطف من لا يعلم مكامن هذا اللطف ولا بد أيضا أن يكون خالقا إذ إن كمال اللطف يقتضي في بعض الأمور إيجاد ما ليس موجودا وخلقه وها هي أسماء الله وصفاته يشير بعضها إلى بعض ويقتضي ويستلزم بعضها البعض يقول تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كيف لا يعلم وقد بلغ من علمه أن أخفى عطاءاته فكانت دقيقة الحضور هادئة النور باهرة الشعور كيف لهذا الرب الذي يكرم بخفاء ويهدي بخفاء ويصرف بخفاء ألا يعلم كل هذا اللطف الذي يحدثه سبحانه يقول الشيخ السعدي وهو اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك البواطن والخبايا وها هي رؤيا من أعظم رؤى البشرية يراها يوسف عليه السلام وهو في حالة تقول كل مؤشراتها الطبيعية باستحالة تحققها يحكي رؤياه فيقول إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وتأويل الرؤية أن أباه وأمه وأخوته الأحد عشر سيسجدون له إكراماً وتوقيراً جميع المؤشرات لا تدل على تحقق مثل هذه الرؤيا فأبوه نبي كريم كبير في السن جليل في القدر ولا نفضي معهودات الأمور أن يكرم الكبير الصغير والنبي غير النبي والأب الإبن وإخوته يكرهونه فكيف سيسجدون له بل بلغ من كرههم أن خططوا لقتله بل أن كرههم دفعهم لإلقائه في البئر فهذه المؤشرات تقول باستحالة أن يحدث سجودهم له في يوم ما ثم إن الأحوال تقلبت به فصار مرمياً في البئر ثم سلعة تباع وتشترى ثم صار عبداً في بيت عزيز مصر وحال العبودية تلك تقتضي أيضاً بتأكيد معنى الاستحالة هذه ثم انتقل من كونه عبداً خادماً في قصر إلى عبد حبيس في سجن فبعدت المسافة أكثر بينه وبين تحقق تلك الرؤية ولكن اللطيف سبحانه يقدر الأقدار ويصرف الأمور ويخرجه من السجن ويجعله في منصب رفيع ثم يقدر القحط على البلاد ثم يأتي إخوته في ثياب الحاجة وما تزال أقدار اللطيف تلتف لتحقق تلك الرؤية القديمة فيعجب يوسف لسجود والديه وإخوته ويقول يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وإلا فلولا إرادة ربه لما تحققت وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي هذا اختصار للطف الذي سيطر على المشهد ثم يضع التوقيع النهائي فيقول إن ربي لطيف لما يشاء نعم إنه اللطيف إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه بكامل اللطف وتام الخفاء حتى أنه لا يقع ما يستحيل في العادة أن يقع لأنه الله اللطيف الخبير الأحلام البعيدة إذا رأيت الأرض صفراء بلقع ثم تكوم السحاب فوقها ثم تصافعت الرعود ونزل المطر فاهتزت تلك الأرض واخضرت فلا تقل إن مثل هذا أمر طبيعي وتدبر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير مهما تباعدت أحلامك وصار بينك وبينها مفاوز شاسعة فاللطيف يأتي بها يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فلا تيأس وربك لطيف لما يشاء تأمل حبة الخردل إنك لا تكال تراها إن لم تكن محدقا فيها انظر إلى حجمها بالنسبة لكفك ثم بالنسبة لحجم غرفة مثلا ثم بيت ثم قارن حجمها بحيك ثم بمدينتك ثم بدولتك وبعد ذلك بقارتك ثم بالأرض ثم بالسماوات الفسيحة ثم ثق إن أرادها الله فسيأتي بها إن الله لطيف خبير فمن بلغ بلطفه أن يأتي بحبة الخردل من متاهات هذا الكون العظيم ألا يمكن للطفه أن يقود قدرا إليك كل المقدمات المنظورة لا توصله إليك ولا تدله عليك بلى والله يصل صاحبي في رحلة شاقة من تبوك إلى حدود الأردن عنده في صباح الغد محاضرات في جامعة مؤتة يجب عليه حضورها وفي الحدود وبعد قطعه لمسافة مائة كيلومتر يتذكر أن جواز سفره في بيته يتكدر ويقرر العودة وعدم السفر ذلك الأسبوع وفي الغد يقرأ في الصحف عن أن بعض طلبة الجامعة وطلاب الجامعة خليط من جنسيات عديدة قاموا بأعمال شغب في جامعة مؤتة مما أسفر عن جرحة اللطيف أنساه الجواز حتى لا يرى الدم أو حتى لا يصبح الصباح وهو في المستشفى أو حتى لا يتسلل الخوف إلى قلبه فيترك الدراسة التي كان قد قطع فيها شوطا كبيرا أرقب ألطاف الخالق وهي ولا شك تترى في كل قدر لطف ما وفي كل لحظة ألطاف تحوطك من قبل اللطيف الخبير لطف اللحظة الحاسمة انظر لنفسك حين تدخل الغرفة في اللحظة التي كان طفلك أن يسقط فيها من على السرير وتساءل لماذا الآن بالذات دخلت الغرفة؟ تأمل ذاتك يوم أن تدخل المطبخ لتشرب الماء فإذا بك تسمع أزيز الكهرباء من فيش الثلاجة مثلا فتفصله وأدخنة الحريق كانت في بداياتها وتساءل ما الذي أدخلك في هذه اللحظة بالذات؟ لماذا لم تتأخر خمس دقائق فقط؟ وحتى لو لم تحدث لك مثل هذه التفاصيل فمن المؤكد أن ما هو قريب منها قد حدث لك فقط أطلق لذاكرتك العنان وسوف تتذكر ظلال اللطف وهي تغمر حياتك وبعد هذا الإبحار الهادئ مع هذا الإسم العظيم والذي لم نأتي إلا على شيء يسير من معناه وبقي من خبايا معناه ما أتركه لفهمك وتأملك ورجوعك لكتب أهل العلم فيه وبعد هذا الإبحار ألا يستحق هذا اللطيف أن تحبه؟ أن تتأمل عطاياه أن تزيد في قلبك من ذكره ومراقبته ورجائه وخوفه؟ أن تعيش مع هذا الإسم أياما تدعوه به وترقب ألطافه وتفيض عينك لرؤية خفي هداياته وهداياه؟ قل في خشوع يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم يا لطيف الطف بنا وألطف لنا وقدر لنا من ألطافك الرحيمة ما تقوم به عواج نفوسنا وتهدي به ضال قلوبنا وتجمل به شعث حياتنا الشافي يشفيك بسبب ويشفيك بأضعف سبب ويشفيك بأغرب سبب ويشفيك بما يرى أنه ليس بسبب ويشفيك بلا سبب الشافي هل رضتك الأوجاع وأتعبتك الآلام وأشعرك المرض أن الحياة رمادية اللون هل كرهت مراجعة الأطباء وتعبت من السير في ممرات المستشفيات واختلطت في عقلك أسماء العيادات بتواريخ المراجعات بأوجه المرضى إذن ما رأيك أن أطلعك على شيء يغسل روحك من أوصابها وأتعابها إنه اسم الله الشافي اسمح لنفسك المنهكة أن تلتقط أنفاسها قليلا لتقرأ عن هذا الإسم الرحيم هذا الإسم الذي ستعلم بعد أن تتفيأ ظلاله ومقدار حاجتك إليه ومقدار بعدك عنه أيضا لا مرض بعد اليوم الشافي من أسمائه سبحانه التي نحمده عليها نحمده أن تسمى بهذا الإسم وأن اتصف بصفة الشفاء وأن كان هو وحده من يشفي ويعافي أجساد عباده وهو اسم يفصح عن معناه ويعكس ظاهره خبايا باطنه والشفاء متعلق بالمرض ولأن المرض في حياة الإنسان عرض متكرر الحدوث متنوع الآلام متعدد الأشكال لا تكاد تخلو منه نفس فمن شفي من مرض عينه شعر بصداع رأسه ثم إن سكن صداع رأسه آذته خشونة مفاصله فإن هدأت تلك الأوجاع أخذته الحمى فإن بردت الحمى ارتفعت التهابات القولون لديه فإن خفتت هجم عليه عصب الضرس وهكذا لا يكاد يخلو يوم من ألم فإن عمت العافية جسده نظر فإذا بأخيه يتأوه أو أمه تبكي أو ابنه يأن أو حبيبه يتألم الحياة حقل أمراض وأوجاع وتنهدات لذلك فقد سمى الله نفسه بالشافي لتسجد آلامك في محراب رحمته وتنكس أوجاعك رأسها عند عتبة قدرته المرض فضيحة كبرى تبتلى به غطرسة البشر ذبول مفاجئ يفقد فيه الإنسان ازدهاره نكسة لحيوية ذلك الهلوع المنوع قدر الله سبحانه وتعالى على هذا الجسد أن تنطفئ نظارته مؤقتاً حتى يقتنع الإنسان بضعفه وبأنه لا حول له ولا قوة قدر الله المرض على الإنسان حتى يتذكر شيئاً أشبه ما يكون بهذا المرض إنه الموت فكما أن المرض نهاية الحيوية فكذلك الموت نهاية الحياة أيها الإنسان إن حقيقتك الموت وإن كل شيء فيك يشبه الموت نومك موت مرضك موت انتقالك إلى مرحلة عمرية موت للمرحلة السابقة فالشباب موت الطفولة والكهولة موت الشباب إنك أشبه بالموت من الحياة ومع ذلك فإن الوهم يجعلنا نعتقد أننا مخلدون ولهذا يصرخ المرض بأجسادنا أنها إلى زوال وبينما يستلقي ذلك الجسد المنهك على سرير المرض ينظر إلى الداخلين إليه والخارجين من عنده وهم يحملون على رؤوسهم تيجان الصحة والعافية بينما يحدث ذلك تستيقظ في داخله ذكريات التراب فتعم كيانه نكهة المقبرة شعر بذلك أم لم يشعر روحك وأنت مريض تكون في اجتماعات مغلقة مع الموتى وبدايات الانهيار الداخلي تنضح بها عيناك وشفتاك وارتجاف في أطرافك الباردة ها هي الحياة التي في داخلك تلوح بكفيها مودعة أولئك الزائرين ولما يأخذ المرض مداه وتنغسل أنت من الدنيا جيداً يأذن الشافي سبحانه للدائب الانصراف عن جسدك ويأمر الصحة أن تعاود سيرتها الأولى فإذا باللون الوردية تصعد على وجنتيك وتعود ابتسامة أذبلتها أيام الرحضاء يشفيك بلا سبب لأنه الشافي يشفيك بلا سبب ويشفيك بأضعف سبب ويشفيك بأغرب سبب ويشفيك بما يرى أنه ليس بسبب ويشفيك بلا سبب يشفي بالأعشاب ويشفي بالأدوية المفردة والمركبة ويشفي بالغذاء ويشفي بالماء ومن اغرب ما قرأت ان طفلا مصابا بالسل وامراض اخرى زعم الاطباء ان موته قد شارف واذنوا لوالده ان ينقله معه الى الريف ليستمتع في اخر ايامه بهواء الريف العليل ومناظر الحقول الطبيعية واذا هو يمشي وبيده قطعة كعك باردة اذ لقيه رجل طاعن ونظر الى عينيه الذابلتين وسأله هل تريد الحياة يا بني؟ فهز رأسه النعم فقال كيف تحصل على الحياة وانت تأكل طعاما ميتا عليك بالطعام الحي اللحوم والخضروات وكل ما خلقه الله في الطبيعة وما زالت حرارة التراب فيه واثر الحياة عليه يقول الطفل فنزلت نصيحة ذلك الرجل من قلبي منزل التصديق والانصياع فصرت لا اكل الا الطعام الحي الطعام الذي يحمل في داخله حيوية الحياة النابضة اللحوم بانواعها والخضروات باشكالها والخبز الحار قريب العهد من الحقل والفاكهة الناظرة يقول فتحسنت صحتي وتورد جسمي مما حدا بابي ان يذهب بي الى المستشفى وبعد كشفات وتحاليل فغرت افواه الاطباء المرض لم يعد له وجود يحكي هذه القصة نفس الطفل بعد ان كبر واصبح من اشهر المعالجين بالغذاء في العالم انه جايلورد هاوزر في كتابه الغذاء يصنع المعجزات نعم حكم عليه الاطباء بالموت ولكن ملك الملوك لم يحكم عليه بذلك نعم اراد الاطباء ان تنتهي حياته في الريف ولكن الله لم يرد ذلك نعم عجز الاطباء عن علاجه ولكن الله لم يعجز ولن يعجز ولا يعجز لا تدري من الذي اودع اسرار الشفاء في الخضروات واللحوم وغيرها من النباتات والاشياء التي في متناول افقر رجال الدنيا انه الله الشافي سبحانه فلعلك مصاب بمرض وانت لا تدري وتأكل الطعام الذي فيه شفاءك وانت لا تدري تمرض ويشفيك وانت لم تعلم اصلا بمرضك ولا بشفائك وقد يضع سبحانه شفاءه في الماء وكلنا يحفظ ماء زمزم لما شرب له وهو طعام طعم وشفاء سقم وكم من مريض اضناه المرض فادمن شرب هذا الماء المبارك فبرئ باذن الله ومن استعرض احاديث الشفاء وجد كما كبيرا من الادوية النبوية جمع بعضها ابن القيم في كتابه الطب النبوي فمن الادوية على سبيل المثال للحصر القصط البحري والهندي والبان البقر وسمنها والسنى والسنوت والحبة السوداء والتلبينة وقيام الليل وفي كل ذلك احاديث صحيحة وهو سبحانه يشفي بالصبر ويشفي بالدعاء ويشفي بالصدقة ويشفي بالاستغفار ويشفي بالتوبة ويشفي بالرضى ويشفي بلا شيء وعاد النور دخل علينا في مكتبة الشؤون الدينية في مستشفى الملك عبد العزيز بتبوك والهلع ينسج على وجهه سحابة قاتمة اللون افقدنا في تلك اللحظة ابتسامته المشرقة سألناه فاذا به يقول لنا ان ابنه منوم في الدور العلوي قد وقع عليه حادث وفقد بسببه بصره يا لهول فجاعتنا فكيف بفجاعة قلب هذا الاب قال برجاء اريد من احدكم ان يقوم معي ويرقي يا ابني عل الله ان يشفيه نهض صاحبي على الفور وذهب معه وبعد ساعة عاد صاحبي واخبرني انه رقاه ثم امسك بالاب وصبره واخبره بحديث داووا مرضاكم بالصدقة قال فاخرج الاب من جيبه خمسة مائة ريال وقال له تصدق بها بنية الشفاء عن ابني بعد يومين دخل الاب بوجه اخر وطلب من صاحبي مرافقته عاد صاحبي بعد نصف ساعة تقريبا متهللا وقال ابشرك صار يرى شيئا من نور الغرفة ثم اخبرني ان الاب اعطاه الف ريال ليتصدق بها كان ذلك اليوم نهاية الاسبوع يوم السبت اخبرني صاحبي ان الاب جاءه واخذه الى غرفة ابنه ولم اصدق حين قال لي ان ذلك الطفل قد صار يراك سابق عهده لقد عاد بصره وصار يرى الحياة من جديد من الذي شفاه من الذي كتب لعينيه الحياة من الذي اعاد ذلك الضياء الى مقلتيه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحانه قال لبصره عد فعاد البصر عد اليه لا يريد منك سوى العودة اليه ان تتلمس الطريق المؤدي اليه عد اليه بالرضا عد اليه بالسجود عد اليه بالتوبة عد اليه بالاستغفار وعد اليه بالصدقة عد اليه بالاعترافات اطرق بابه ثم ارتقي بالشفاء ليس هناك مستشفى في الدنيا تداويك اذا لم يشأ الله لها ذلك ليس هناك طبيب في العالم يستطيع ان يشخص مرضك الا اذا اراد الله ذلك احد الاثرياء مصاب بالفشل الكلوي يسافر به ابنه الى مصر لزراعة كليا فاتفق الابناء مع اهل فتاة صغيرة في السن على مبلغ مئة الف ريال سعودي ثمنا لكليتها وفي الصباح كان الجميع في المستشفى فطلب الرجل قبيل العملية اللقاء بالفتاة التي قررت بيع كليتها له دخلت اليه في خفر وحياء فسألها ما الذي دعاك الى ان تبيع كليتك لشيخ كبير مثلي فقالت الحاجة اسرتي فقيرة واخوتي في الجامعة يجب علي ان افعل شيئا لأساعدهم كأنها صفعة ايقظته من سبات نسي معه احتقان الدم الفاسد في جسده تساءل في نفسه اي يعقل ان يستغني انسان عن جزء من جسمه عن قدر من حياته لاجل ان يأكل ان يعيش طلب على الفور ابناءه فلما دخلوا عليه امرهم ان يعودوا به الى السعودية فقد الغى فكرة الزراعة واخبرهم ان مبلغ المئة الف صدقة منه للفتاة لا يأخذ منه ريالا وبعد مقاومة من ابنائه وغضب من بعضهم رضخوا لرغبة ابيهم وبعد عودته الى المستشفى يذهب الى المستشفى كالعادة للغسيل ومع فحص دوري يكتشف الاطباء وبذهول ان كليته عادت للعمل قدرة ملك الملوك على الشفاء لا تحتاج الى مبضع جراح انه الملك الذي ينظر من علياء ملكه فيشفي مريضا ويسعد مكروبا ويعيد مسافرا ويبرئ جريحا موعد مسبق يمرضك لتعود اليه فاذا عدت رفع المرض اذ انه لم يعد للمرض فائدة يمرضك لتتواضع فاذا تواضعت وذللت رفع عنك المرض لانه لم يعد للمرض فائدة يمرضك لتشعر بالاخرين فاذا شعرت بهم رفع عنك المرض لانه لم يعد للمرض فائدة يمرضك ليختبر صبرك ورضاك فاذا صبرت ورضيت رفع المرض لانه لم يعد للمرض فائدة الشافي الذي لن تحتاج اذا اردت الدخول عليه الى موعد مسبق وبطاقة تؤهلك للعلاج وان تأتي قبل الموعد بربع ساعة على الاقل هو الله فقط قل يا الله فاذا باعظم مستشفى الهي تفتح ابوابها انه مستشفى الرحمة والقدرة واللطف والشفاء يقول صديقي انه سمع تهشم عظام ذلك الطفل تحت اطارات سيارته اوقف السيارة وحمل الطفل الى المستشفى وقلبه يرجف جاء ابو الطفل وجده كان صديقي فاقد الصواب لم يدر بخلده انه سيقتل طفلا في حياته كان صوت العظام المتكسرا يتردد في اذنيه اقبل اليه جد الطفل وهدأ من روعه واخبره ان ما يكتبه الله سيكون وسيرضون به صلى بهم ذلك الجد صلاة العشاء في مسجد المستشفى وقرأ وبشر الصابرين بكى صديقي بحرقة بعد الصلاة خرج الاطباء واخبروا الاب والجدة ان الامل في حياة الطفل ضئيل فهو يعاني من تهشم فضيع في الجمجمة سعق صديقي عاد خائر القوى الى بيته غاب عن العمل اسبوعا كاملا فقد كان في صدمة مذهلة لم يكن هناك دواء لذلك الطفل البئيس اعظم من ايمان جده ودعوات امه ويقين ابيه وتعلق الجميع بالله بعد اقل من اسبوع زرت بنفسي ذلك الطفل الجميل فاذا به يضحك ويلعب ويقوم ويتحدث معنا صدق الله واخطأ الاطباء صدق جابر العظام المنكسرة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها من الذي يقدر على ان يلأم تلك العظام المتنافرة ويعيد البسمة الى ذلك الثغر وينفخ الروح من جديد في جسد فتحت له ابواب المقبرة الله وحده من يقدر على ذلك ضاع النقطة هذا هو ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام الذي جاء ربه بقلب سليم سليم من اي ذرة شرك قد تعتري قلبا ضعيفا يقولها عليه السلام فيفهم المؤمن الدرس ولا يلتجء الا للحي الذي لا يموت واذا مرضت فهو يشفين هو وحده لا احد سواه يشفيني ضع نقطة هنا لن تحتاج الى غيره اذا اراد شفاءك ولن يفيدك غيره اذا لم يرد يرد الجدري جسد ايوب عليه السلام تتشتت اسرته تتبعثر املاكه اكثر الناس تفاؤلا يفقد الامل في شفائه وهو صابر محتسب تشتعل الاسقام في جسده وهو منكس الرأس لمولاه وبعد سنوات البلاء يند من شفتيه دعاء حي دعاء منكس رأسه بذلة دعاء ممتلئ باليقين اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاذا بابواب السماء تتفتح بالرحمة واذا بالاوامر العليا تنزل من فوق السماء السابعة لاجل ذلك المهموم المكروب تنتهي في ساعة سنوات العذاب ليأتي عهد الشفاء لماذا تذهب الى غيره لماذا تلتجء الى سواه لماذا تثق بكل هؤلاء الموتى الذين يتحركون حولك وتنسى الحي الذي لا يموت من الذي خدعك واقنعك ان الشفاء قد يأتي من طريق اخر كيف ضحكت عليك الحياة بهذه السرعة ونسيت ذلك الذي اخرجك من بطن امك دون طبيب وخلق لك في صدرها رزقا حسنا وعلمك وانت اجهل ما تكون كيف تزم شفتيك على صدرها لترضع انسيت الذي خلق الرحمة في قلب تلك الانسانة لتضمك وتعتني بك ابهذه السرعة نسيته اهكذا ظننت انه يمكنك الاستغناء عنه ها هو سبحانه بالمرض يذكرك بايامك الاولى بالمرض يقول لك عد الي فكما خلقتك من عدم فانا وحدي الذي ارفع عن جسدك السقم الرضا قد يكون الدواء اقرب اليك مما تظن فها هو ايوب عليه السلام يأمر ان يضرب برجله الارض هذا مغتسل بارد وشراب لقد كان الدواء بالقرب منه لم يكن ينقصه الا مشيئة الله حتى تكتمل اسباب الشفاء فلما شاء الله علم ايوب مكان الدواء فنجع الدواء باذنه سبحانه انت لا تحتاج ان تحجز الى واشنطن او باريس او بكين فدواءك ان شاء الله قريب فقط احجز لقلبك رحلة الى مدينة الرضا دواءك فيك وما تشعر ودواءك منك وما تبصر اذا رضيت عن الله ارضاك الله المرض من اقصى اختبارات الرضا فاذا كانت اجاباتك في هذا الاختبار راضية كانت النتيجة مرضية باذن الله قد يسأل البعض كيف ارضى بالمرض وفيه الالم المكروه فطرة كيف ارضى بالشيء الذي اكرهه يجيب الامام ابن القيم على هذا التساؤل قائلا لا تنافي في ذلك فانه يرضى به من جهة اقتضائه الى ما يحب ويكرهه من جهة تألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم ان فيه شفاءه فانه يجتمع فيه رضاه به وكرهته له قل من بين اهاتك ما امر به نبيك امته ان تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا قلها بقلبك بل روض قلبك على الرضوخ لمعناها بل اغسله بها غسلا فالرضى عن الله فرع عن الرضى بالله فاذا رضيت به ارضاك اجعل قلبك يتنفس الرضى اجعله يتلذذ بالرضى ثم تأمل جسدك وسترى امارات الشفاء تدب في نواحيه باذن الله اجمع يديك واتل اسمه في دعائك ثم امسح على جسدك يرجع سبحانه بتلك النفثة اشياء كانت على وشك المغادرة اجعل المرض بداية عهد جديد تتعرف فيه الى ربك من خلال اسم الشافي انهار الذنوب لقد مرضت كثيرا في حياتك اليس كذلك من شفاك اليس الله لماذا تظن ان هذا المرض بالذات يعجزه هذا الظن وهذا الاحساس يستحق العقوبة منه قد يكون مرضك عقوبة لاعتقادك المريض انفض المرض عن قلبك اولا ثم التجئ بالشافي الى الشافي يشفك كل هؤلاء المرضى في المستشفيات ينتظرون الاذن لهم بالشفاء من الشافي سبحانه ليس هناك آهة الا ويسمعها ولا ألم الا ويعلم موضعه ولا زفرة الا ويرانيرانها في الفؤاد ثم اذا ما تم مراده ونزفت عبر آهاتك انهار الذنوب امر سبحانه العافية ان تعود فاذا بك تمشي في ارض الله وقد اغتسلت من الذنوب لانه الرحيم يشفيك لانه العليم يشفيك لانه الحليم يشفيك لانه القدير يشفيك لانه الله يشفيك معه ستمسح ارقام واسماء الاطباء معه ستنسى مواقع المستشفيات معه ستلغي مواعيد العيادة ابن في غرفتك مستشفى جديد اسمه السجادة واعقد موعدا مع السجود وسجل في قلبك اسما واحدا الشافي اللهم يا شافي اكتب شفاءك ورحمتك لكل روح ضعيفة ولكل جسد منهك ولكل قلب متعب انك سميع الدعاء الوكيل امانيك مع الله حقائق تطلعاتك واقع معاش رغباتك ستهدى اليك اشواقك ستهب عليك الوكيل هل تشعر بضعفك وبان الدنيا بتفاصيلها اكبر منك وبانك ريشة في مهب ريح الحياة الصاخبة هل تشعر انك طائر قص جناحاه فهو خائر القوى بحاجة الى مساعدة هل لديك اشياء تخشى عليها وتريد ان تجعلها في عهدة من لا تضيع لديه الاشياء سواء كانت هذه الاشياء ابناء او مالا او صحة او حياة اذا فادلف الى انوار اسم الله الوكيل ابدأ بالتعرف من جديد على هذا الاسم الجليل غص في اغوار معانيه ارح نفسك من ضعفها وقلقها واستيحاشها بان تجعلها تتفيأ ظلال الوكيل فاتخذه وكيلا الوكيل هو الذي لا ينبغي ان تتوكل الا عليه وان لا تلجئ ظهرك الا اليه ولا ان تضع ثقتك الا فيه ولا ان تعلق امالك الا به اي عمل ان تتوكل على الله فيه انسه تماما لانك ان توكلت على الله فهذا يعني انك وضعت ثقتك في اتمام هذا العمل بمن يملك الامور كلها ومن السماوات والارض من بعضها مربوباته ومن يجير ولا يجار عليه يقول الحق سبحانه عن نفسه العلية رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا يأمرك رب المشرق والمغرب ان تتخذه وكيلا فماذا بعد هذا من راحة وعز وشموخ وضمان للتوفيق فقط يريدك ان تقول بقلبك انت وكيلي يا الله هل هناك غني على وجه الارض يأمرك ان لا تستعين الا به وان لا تتوكل الا عليه وان لا تلتجئ الا له لا وجود لهذا الغني على الاطلاق لانه ليس من طاقة البشر ان يحموك من كل شيء ويكف عنك كل شيء ويعينوك على كل شيء الله وحده من يقول ذلك ويفعل ذلك ويقدر على ذلك التوكل يقين قلبي يحيلك الى سائر تحت مظلة عظيمة تقيك من حر الهموم ومطر المكائد ورياح الدنيا المقلقة المحروم وحده هو من لا يقدر على هذه المظلة ومن لا يحاول السير تحتها اعظم الملوك واجل الارباب سبحانه يأمرك امرا ان تتخذه وكيلا ان تدع حاجاتك في فنائه ليقضيها لكه ان تلجئ ظهرك اليه حتى يمنع عنك سهام الغدر ان تفوض امرك اليه حتى يتم على اكمل حال واصح مثال والسؤال هو ما الذي تنتظره ما هو الشيء الاخر الذي يجعلك لا تقبل هذا الفضل من الذي اعطاك اكثر من هذه المزايا متعلقون نحن بالتراب لدرجة مخيفة اقرأ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ما هو الامر الكبير والكرب الشديد والهم العظيم الذي سيستعصي على رب العزة العزة نفسها هو ربها كل عزة رأيتها او سمعت بها او علمتها هو ربها فكيف يمكن لكروبك ان تصمد امام ارادة رب العزة والكبرياء والعظمة خطة سنوية واعظم ما تتوكل على الله فيه هو عبادته ان تتخلى وتتبرأ من حولك وقوتك وتقول بقلبك قبل لسانك اياك نعبد وإياك نستعين فتستعين وتتوكل وتطلب القوة منه على ان تعبده لا يتصور ان يأمرك الله ان تعبده ويأمرك ان تتوكل عليه فتتوكل عليه في امر العبادة فيخذلك هذا مما لا يتصور وقوعه كيف تطلبه ان تعبده مع كمال حبه لهذه العبادة ثم لا يعينك فقط اكثر من الكلمات النبوية الكريمة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل قلت اكثر منها اذا انا اعتذر لا تكثر منها فحسب بل اجعلها ضمن جدولك اليومي وخطتك السنوية واهداف حياتك انه اذا لم يعينك على ذلك فلن تفعل شيئا من ذلك لانه اذا لم يعينك على ذلك فقد خسرت الدنيا والاخرة يقول ابن القيم قال شيخ الاسلام ابن تيميا قدس الله روحه تأملت انفع الدعاء فاذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في اياك نعبد واياك نستعين ويقول ايضا القلب يعرض له مرضان عظيمان ان لم يتداركهم العبد ترى ميابه الى الترف ولابد وهما الرياء والكبر فدواء الرياء فاياك نعبد ودواء الكبر باياك نستعين وكثيرا ما كنت اسمع شيخ الاسلام ابن تيميا قدس الله روحه يقول اياك نعبد تدفع الرياء واياك نستعين تدفع الكبرياء ارأيت الصلاة التي فرغت للتو من ادائها والله لو لم يعينك عليها لما اديتها انكسر له وهو رحيم فقط انزل حوائجك ببابه فقط اجعل قلبك منكسرا وكأنه مخبت تحت العرش ولو لم تدعه الرحيم سبحانه يريد هذه الحالة الخاشعة منك وبعدها ثق بانه سيقضي حوائجك ويرفع مرضك ويخلق الابتسامة على ثغرك امانيك مع الله حقائق تطلعاتك واقع معاش رغباتك ستهدى اليك اشواقك ستهب عليك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي قمت للصلاة له والذي مرغت جبهتك له والذي نكست رأسك له هو الاحق ان تعلق حاجاتك به ان توكل اليه امر شفائك ان يكون هو ملجأك من مخاوفك ان تجعله سبحانه المعين على تحقيق احلامك فالزم يديك بحبل الله معتصما فانه الركن انخانتك اركان امرأة صالحة قرر ابنها ان يكمل دراسته في الخارج وكانت تسمع عن الضياع والانحلال الذي ينغمس فيه بعض من يذهب للدراسة في تلك الديار ولكنها كانت مغلوبة على امرها امور كثيرة اجبرتها على الرضوخ فعلمت ان الله هو القادر على حفظ ولدها فجعلت جزءا من صلاتها دعاء لولدها بالحفظ عاد الولد من دراسته وقد صار من اهل المسجد وقيام الليل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عاد وقد اكتسب قيما لم تكن لديه من قبل كيف نتخيل ان الوكيل سبحانه سيترك الابن للضياع وامه تتضرع اليه ان احفظه يا رب انا توكلت عليك فلا تخذلني في ابني الدموع المبتسمة لو قال لك احد ملوك الدنيا اوكلني في ان انتزع حقك من فلان الظالم فقط اوكلني هل سيراودك شك في ان حقك لن يصل اليك انت تحتاج الى توقيع من احد معاوني الملك حتى يجعل ذلك الظالم يعيد اليك حقك وهو يرتجف فكيف ان كانت توقيع من الملك فكيف ان لم يكن توقيعا بل قياما بالمهمة من جهته الان دع ذلك الملك ومعاونه وتأمل وتوكل على الحي الذي لا يموت لقد طاشت الان كل صور الحاجات في نفسك اليس كذلك لم يعد للخوف وجود ولا للتردد مكان ولا للاحتمالات سبب الله سيحول جميع مشاكلك الى حلول وكل الامك الى عافية وكل احلامك الى واقع وكل دموعك الى ابتسامات حتى لو ميت فالحي الذي لا يموت سيعيد حقك لابنائك من بعدك لا تنشغل في لحظة وجعك وغمرة اهاتك بابنائك من بعدك فالحي الذي تموت انت ولا يموته سيكون لهم سيكون معهم سيرأف بحالهم سيسعدهم سيجعل حياتهم افضل منها وانت معهم لانه الحي الذي لا يموت اكسجين الحياة حتى لو لم يظلمك احد توكل عليه ليس التوكل منجاة من ظلم الظالمين واعانة على عمل معين فحسب التوكل هو اكسجين حياتك هل تستطيع العيش بلا اكسجين توكل على الله في صحتك اوكل امر نبضات قلبك وحركة اعضائك وتدفق دمائك في شرايينك وانتقال الطعام داخل جسدك الى الله لو لم يأذن الله لجفنك ان يغمض لحترقت عينك جفافا لو لم يأذن الله للسانك ان يذوق لبهتت الحياة في نظرك لو لم يأذن الله لجلدك ان يحس لتقطعت دون ان تشعر توكل عليه سبحانه في صلاح ابنائك كم قد رأيت ورأيت ابناء تربوا في المساجد ثم الحدوا والعياذ بالله وابناء انصرف عليهم الاباء المال والرعاية ثم ضاعوا وابناء احاطهم اهتمام اخوانهم الكبار ثم انحرفوا الله وحده الذي يعلم مكان الهداية في قلب ابنك ادعه ان يملأه ايمانا توكل عليه قل له بخضوع يا رب هذا ابني وانت ربي وربه فاهديه اليك ودله عليك واعني على تربيته يا رب انا لن احسن ان امره بالصلاة ما لم تعني وهو لن يحسن ان يصلي ما لم تعنه فاعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الحياة جحيم بدونه توكل عليه في سعادة حياتك فالحياة جحيم بلا الله يقولون امدح زوجتك حدثها عن التفاصيل حتى تخلب لبها ابتسم لها عاملها بلطف بهذا كله ستكسب قلبها وحبها نعم كل ذلك صحيح ولكن قبل ذلك وبعده واثناءه قل يا رب اصلح لي زوجي استعن به وتوكل عليه ادعه قائلا كل ابتساماتي لزوجتي لا فائدة منها ان لم تشأ انت ذلك تضرع اليه قائلا قلبها بيدك لا بيدي فأودن بيننا واصلحنا يا رب لبعضنا الله يريدك ان تعرف انك ضعيف محدود القوة ومتواضع الامكانيات وانه وحده القوي العزيز العظيم اذا فعلت ذلك فقد انهيت ثلاثة ارباع التوكل اذا فعلت ذلك كل الاشياء من حولك ستتحول صدقني ستتحول دعك من حاجاتك واحلامك وهمومك دعنا نتخيل انك انسان بلا حاجات وبلا احلام وبلا هموم وبلا امراض انت تحتاج ان تتوكل عليه لحبك ألست تريده ان يحبك ان الله يحب المتوكلين ان معنى ان يحب الله العبد معنى لا يمكن لمن لديه ادنى رهافة ان يمر عليه دون ان يخفق له فؤاده حنينا ورغبة وشوقا الله الذي لا اله الا هو يحبك هذا سبب كاف جدا ان تسعى الى التعلق بالوكيل سبحانه وان تتوكل عليه وان تحب هذا الاسم الدال على هذه الصفة العظمى حسبي الله يأتي بعض الناس ليثبتوك لينقلوا لك شيئا من الواقع البشع ليهزوا يقينك الداخلي ليلعبوا بأحاسيسك ليأمروك ان تخشى ان تخاف ان تتضعضع ان تغير موقفك او تحرف وجهة مبادئك في تلك اللحظة اغسل قلبك وقل حسبي الله ونعم الوكيل لحظتها ستنقلب بنعمة من الله وفضل ولن يمسك سوء اقرأ بتدبر الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء اما اصابة السوء لك فلا شك انها لن تصيبك ولكن حتى المس الذي كنت تظن انك لن تنجوى من بعضه لن يمسك لن يلمس جلدك قرح لن ينغز قلبك ندم باذنه سبحانه اقرأ بقلب وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اذا توكلت على الله فلا تعتقد ان المسألة تتعلق بانك لم تجد غيره لتتوكل عليه لا ابدا انت تتوكل على اعظم ما يمكن ان يتوكل عليه مخلوق البعض يقول ليس لنا الا الدعاء عجيب وهل هناك قوة اعظم من الشيء الذي ليس معك غيره الدعاء هو من مظاهر التوكل الدعاء هو تيقن قلبي قبل ان يكون كلمات صوتية بانه المستطيع سبحانه كل شيء وهذا هو التوكل في اوضح صوره الذي يقول فلان ليس له الا الله قل له وكفى بالله وكيلا ونعم بالله وماذا ينقصه اذا كان معه ملك الملوك ورب المشرق والمغرب خذوا كل دنياكم وتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا فاني اعظمكم ثروة وانخلتموني وحيدا سليبا سبب مقنع اتدري لماذا يكفي ان تتوكل على الله هناك سبب مقنع جدا هو كونه سبحانه يملك السماوات والارض ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا هذا الذي تخشاه اليس من سكان هذه الارض اليس هو لله والله سبحانه هو المتحكم فيه هذا المرض الذي هدك ولم تجد علاجه اليس في الارض اذا هو ملك لله وهو سبحانه القادر على ان يأمره ان يغادر جسدك هذه الكروب والهموم والغموم والاتعاب والانشغالات اليست في الارض اذا توكل على من له هذه الارض ومن فيها حتى يزيل بكلمة واحدة منه كل كروبك وهمومك وأتعابك ولانه سبحانه خالق كل شيء فهو القادر على عمل اي شيء لذلك نتوكل عليه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل تأمل حسبنا الله ونعم الوكيل اي ليس لنا الا الله ثم هو نعم الوكيل فليس هناك وكيل اعظم منه او اجل منه او ارجى منه احذر احذر ان تتخذ وكيلا غيره احذر ان تلتجأ الى سواه سوف يصيبك الوهن سوف تغزوك الوساوس سوف يتعلق قلبك بشعب الدنيا قال سبحانه الا تتخذ من دوني وكيلا يحرم عليك ان تبحث عن غيره وهو الموجود ان تتكل على غيره وهو الحي ان تلتجأ الى غيره وهو المقيت ولانه سميع عليم تتوكل عليه فسوف يسمع كل شيء يدور في الخفاء ويعلم كل امر يحاك في الظلام فكيف تتوكل على غيره وغيره لا يمكنه ان يسمع ذلك او يعلم ذلك وتوكل على الله انه هو السميع العليم هذا الظالم الذي يؤذيك انما هو مخلوق لهذا الرب الذي يحميك فتوكل عليه يرد سبحانه اذاه وقل بكل عزم اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها اذا كان الشيطان وهو ذو الجنود والعساكر والقوة التي اعطاه الله اياها على الوسوسة والتخويف بل والتلبس وغير ذلك لا يستطيع التوصل الى المتوكل انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون فكيف بمدير في العمل او جارس او امير او وزير تذكر ومن يتوكل على الله فهو حسبه لن تحتاج احدا ابدا اذا وثقت به وتوكلت عليه وجعلته هو المعين لك في شؤونك هو حسبك وكافيك وراد السوء عنك انت ان لم تحتك رعاية الله من كل جانب هلكت الحياة مزرعة مليئة بالامراض والاتعاب والاشباح والخطط والمؤامرات وبدون رعاية الله ستبتلعك هذه الافاعي لا اخوفك هذه الحقيقة قل يا الله توكلت عليك هل قلتها بقلبك الان ابتسم كل تلك الافاعي انتهت اشياء تهددك اذا خرجت من البيت ينتظرك في الخارج حادث اليم يقع لك او هبة هواء تمرضك او حفرة تقع فيها او شخص بذيء يشتمك او انسان حقود يحسدك او موظف معقد يتعبك او بائع غشاش يخسرك ولكن قل عندما تخرج ما اوصاك به نبيك الكريم بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي الان اخرج مستنشقا التوفيق والتيسير باذن الله كل تلك المخاوف لا وجود لها اذا نمت الجئ ظهرك اليه وفوض امرك اليه رغبة ورهبة اليه في كل حين وفي كل لحظة تذكر هناك رب امرك ان تتوكل عليه وانت تحتاجه لا تفرط في هذه الفرصة وهذه الهدية وهذه الميزة ابدا اللهم اجعلنا متوكلين عليك ملتجئين اليك اغمرنا بالايمان بك واجعل هذا الايمان يغسلنا من التعلق بكل ما هو دونك يا رب الشكور مع كرم الله تتغير المساءل الحسابية لانه كرم لا يخضع للمعادلات الحسابية بل للفضل الالهي الشكور من المؤكد انه قد سبق واسديت لأحدهم معروفا ثم تنكر لك نسيك مباشرة لم ينعكس ذلك المعروف على صفحات وجهه بقي مقطبا كما كان تجربة مؤلمة ولا شك الحياة مليئة بهؤلاء الذين لا يعرفون كلمة شكرا ولا يتقنون النطق بعبارة احسن الله اليك وتعتبر الابتسامة لديهم من علم الغيب دعهم فعمرك اقصر من ان تضيعه في لومهم او التفكر في مملكة النكران التي قرروا العيش فيها وانصرف الى الشكور سبحانه لتحيي ازاهير قلبك التي حطمها هؤلاء عش مع الشكور تأمل ظلال هذا الاسم العظيم امسح تجعودات الحياة المتعبة بمعاني هذا الاسم الجليل اذا اعطاك ادهشك سبحانه يشكر عبده على ما قدم من عمل صالح وكلمة عمل صالح لا حدود لها تكاد لعظمتها واتساعها تملأ ما بين السماوات والارض فهو سبحانه يأمرك بهذا العمل الصالح الذي فيه صلاح دنياك واخرتك فاذا عملته يكون سبحانه هو المستحق لشكرك لدلالتك عليه وتيسيره لك واصلاح حالك به اليس كذلك؟ ولكنه بكرمه هو من يشكرك عليه فهل في الكرم مثل هذا؟ وهل في الجود قريب من هذا؟ كيف يشكرك؟ هذا سؤال تفنى الاعمار دون الاجابة عنه فكما ان ذاته سبحانه لا تدركها الابصار فان اسماءه وصفاته لا تدرك كيفيتها ومنتهى علمها العقول ومع ذلك فلنا من باب التفكر والتدبر ان نسيح مع هذا الاسم العظيم نستجلي ظلاله في حياتنا فمن شكره سبحانه يغفر الذنوب ويستر العيوب يوفي الحسنات ويعظم والاجور يعطي الصحة والعافية والابناء والمال والحياة الهانئة يرزقك الذكر الحسن والسمعة الطيبة يستجيب دعواتك ويشعرك بقربه ويؤنسك به يشفيك من اسقام مات غيرك بمثلها يرفع عنك بلاية تضعضعت نفوس غيرك باقل منها يهديك الى الحق وقد ضل الكثير عنه ويثبتك على الهداية وقد زاغت عنها افئدة منهم اذكى منك واعلم منك واقدم في الاسلام منك مسألة حسابية اقرأ وتخيل مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة هل انتهت؟ لا والله يضاعف لمن يشاء سبحانك حبة في العمل تتحول بفضله وبكرمه وبشكره لك الى سبع مئة حبة في الاجر والثواب كيف؟ واحد يساوي سبع مئة تعمل صالحا يستحق اجرا مثله فيأجرك الله مثله سبع مئة مرة ويضاعف لمن يشاء مع كرم الله تتغير المسائل الحسابية لانه كرم لا يخضع للمعادلات الحسابية بل للفضل الالهي سبحانه اذا اعطاك ادهشك واذا اكرمك اذهلك ومن ذا الذي لم يعطه العظيم ويكرمه الكريم نحن في كل لحظة من حياتنا بل في كل جزء من اللحظة نستقبل ما لا يمكن احصاؤه من العطايا والهبات واذكر في الكتاب هؤلاء انبياؤه عملوا الصالحات وجاهدوا لتبليغ كلماته فشكرهم بان اعلى ذكرهم وجعلهم قدوات يقتدى بهم وخلد قصصهم وعبرهم في اعظم كتبه وحمى اعراضهم فلم يبح لاحد ان يستنقص من قدرهم او ان يسيء الظن بهم وغير ذلك من شكره لهم سبحانه وتعالى ولذكرهم في كتابه مزية استشعرها دائما عبد من العبيد خلقه الله بقدرته لم يكن شيئا مذكورا ثم يقول عنه واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد واذكر في الكتاب ادريس انا وجدناه صابرا توقف قليلا اكمل الان نعم العبد الملك العظيم يقول عن عبد من عبيده نعم العبد يا الله ما اعظم كرمه اذا اراد ان يكرم واذا نظرت الى شكره سبحانه لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكيف انه قسم له رحمته اهم يقسمون رحمة ربك واختصه برسالته الله اعلم حيث يجعل رسالته وكان معه في جميع ادوار حياته والله يعصمك من الناس وجمله باجمل الاخلاق وانك لعلى خلق عظيم بل انظر كيف انه قرن اسمه باسمه في الاذان وفي الشهادة قال حسان وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذ قال في الخمس المؤذن شهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد هؤلاء الصحابة الذين بذلوا ارواحهم واعمارهم واموالهم نصرة للدين شكرهم بان جعل الكلام فيهم من علامات النفاق ورضي عنهم وضاعف اجر اعمالهم وعد لهم جميعا بالاستثناء وجعلهم خير القرون وقال فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وقال وكلا وعد الله الحسنى والاحاديث في فضل علومهم واعيانهم اشهر واضهر من ان تذكر وكل هذا شيء من شكر الله لما قاموا به من تصديق وجهاد وبذل مثقال الذرة فكما يشكر الكريم من عمل معروفا فكذلك سبحانه وله المثل الاعلى يشكر شكرا يليق بكرمه وبعزته وعظمته شكرا لا كالشكر فهو شكور لان الشكر الواحد منه اعظم من كل شكر وهو شكور لان العمل الواحد منك يشكره المرة تلو الاخرى وهو الشكور لانه يشكر العمل الكبير والعمل الصغير بشرط ان يكون خالصا صوابا فهو لا يشكر الاعمال العظيمة فقط بل حتى مثقال الذرة منك يشكره وينميه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فقد ادخل امرأة الجنة بشق تمره وبغيا بان سقت كلبه وثالثا كل حياته ذنوب فامر ابناءه ان يحرقوه ويذروه بعد موته خوفا من ان يعذبه الله فادخله الجنة بان خاف منه ورابعا ليس له الا حسنة واحدة لانه تصدق بها على صاحبه وخامسا قتل مئة نفس لانه هاجر اليه ومن شكره سبحانه ان يعجل بثواب المتصدق فيرزقه بركة ويغدق عليه من نعمه يخبرنا عليه الصلاة والسلام ان الله يقبل صدقة عبده بيمينه ويربيها كما يربي احدكم فلوه وهذا من شكره وفرحه سبحانه بطاعة عبده يخبرنا احد سكان المنطقة الشرقية قبل عشر سنوات عندما كنا واقفين عند متجر شهير عن قصة ذاك المتجر يقول كان صاحبه موظفا عاديا يجمع من مرتباته وتجمع زوجته من مرتباتها كي يبنو بيت العمر كما يقال ولما شارف المبلغ ان يجمع صلى الزوج في مسجد وسمع كلمة من احد الدعاة حث فيها على بناء المساجد وانه من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة وقعت تلك الكلمة من الرجل موقعها فانصرف من ليلته الى زوجته واخبرها بنيته ان يجعل كامل المبلغ في مسجد يبنيه فاذا بزوجته تدفع له ما لها عن طيب خاطر وتطلبه ان تشاركه في مشروع المسجد لك ان تتخيل كيف تغير خطتك التي بذلت لاجلها عرق سنين في ليلة ويكون ذلك التغير لله عز وجل ونابعا من قلب حي يريد الله والدار الاخرة يقول صاحبي بعد بناء المسجد اخذوا في الجمع من جديد ولعل فكرة التجارة قد طرأت على عقل الزوج فافتتح متجرا صغيرا فاذا بالزبائن يأتون من كل مكان واذا بالاموال تمطر عليه فوسع الرجل متجره ثم بعد مدة فتح له فرعا ثم الثاني ثم الثالث يقول صاحبي والان له في المنطقة الشرقية فقط ثلاثة عشر فرعا وهذا الكلام قبل عشر سنوات سبحان الشكور سبحان من لا يخسر ابدا من يتاجر معه لقيت رجلا قال لي ان اسمه فلان ابن فلان الرحيلي فقلت له ممازحا هل انت صاحب محطات الرحيلية الشهيرة في مدينة جدة فقال لي لا ولكنه قريبي ثم قال سأخبرك بقصة الرحيلي هذا كان في بداية حياته كثير الصدقة على الفقراء وكان يعول الايتام وكان محسنا على بعض اهله احسانا زائدا ثم فتح الله عليه فكانت له هذه المحطة وغيرها من الاعمال التجارية الناجحة هذا ما يعمله الشكور الحميد سبحانه انفق انفق عليك يقول عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقه يجب علينا ان نؤمن بهذا الكلام ايمانا عميقا وهذا ربنا يقول في الحديث القدسي يا عبدي انفق انفق عليك فاذا وضعت ريالا في كف فقير فثق ان الله سيضع لك من فضله ما يوازي بل ويفوق ذلك الريال صحة ورضا وعطاء وفضلا طالب جامعي فقير سمع وهو يسير لصلاة الجمعة رجلا يهتف بقرب صندوق التبرعات ويحث الناس قائلا عبدي انفق انفق عليك فاتش جيبه فاذا بثروته كلها خمسة ريالات فاخرجها واودعها صندوق التبرعات كان في قلبه صوت اليقين يقول لقد انفقت يا ربي بفقري فانفق علي بغناك في المساء زار اخاه فاخبره هذا الاخ دون ان يعلم بحاله ان جمعية مالية قد حلت في حسابه وهو لا يحتاجها كلها وبعد ممانعة استقطع منها الفين واعطاها صاحبنا لقد انفق الله عليه قرأت قديما في احدى المجلات قصة كتبتها صاحبتها ان سائل انطرق بابهم في صباح يوم فاخرجت من محفظتها اخر مئة ريال واعطتها ذلك السائل وكانت روحها تهمس يا الله اللعشرة اضعاف اللعشرة اضعاف دخلت المطبخة وصنعت فطورا لها ولزوجها استيقظ الزوج وجلس على المائدة وبينما هو يتناول طعام الاخطار اذا به يتذكر ويقول هناك على تلك الطاولة ظرف لك استلمته البارحة من البريد قامت الزوجة لترى ما في الظرف فاذا به شيك بنكي اجرة مقالة كتبتها في احدى الصحف ومن العجيب انه كانت الف ريال عدا ونقدا وفعل الخير واني اعيذك ان تكون تعلقاتك وارادتك كلها دنيوية فكثير من الجزاء يدخره الله لك احوج ما تكون اليه في الاخرة ومن اوضح صور الشكر الرباني هو مقترن ببر الوالدين من تيسير في العيش وتوفيق في جميع الشؤون حتى كأن النجاح في الحياة حصر على اصحاب البر يمكنك ان تستعرض من تعرفهم من الناجحين ستجد بر الوالدين جامعا مشتركا بينهم ولابد يقول سبحانه وافعل الخير ومهما كان هذا الخير صغيرا فان الشكور يشكره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه لا بد ان يرى جزاءه ومع ان الذرة لا تكال ترى الا انك ان فعلت خيرا بقدرها فانك ستراه يوم القيامة ينتظرك ليبهجك به سبحانه ويربط على قلبك في يوم يجعل الولدان شيبا عندما تحرس ان تطفئ نور سيارتك عند اشارة المرور حتى لا تزعج منهم في الشارع المقابل قد لا يعلمون بقصدك بل حتى لا ينتبهون لفعلك ولكن احذر ان تظن ان الشكور لن يكافئك كيف لا يهم من الممكن ان مرضا كان سيخطف بصرك او حارثا كان سيطلف سيارتك او مشكلة كنت ستقع فيها وقاك الله منها شكرا لك على صنيعك النبيل حرصك على فتح الباب ليلا بلطف حتى لا تزعج النائمين انتظارك وانت ممسك باب المسجد لكبير في السن حتى يدخل تفاديك ان تدهس قطة عابرة ابتسامتك لطفل ترتيبك لغرفة في منزلكم دعاؤك لمسلم مات بسبب انك متيقن انه لا قريب له يدعو له اغلاق صنبور ماء كان غير محكم الاغلاق رفعك غصنا ملقيا على الطريق كل هذا من الخير وافعل الخير اسكت ومن اجل واحسن الخير ان تمسك المصحف لتلاوة وردك ثم تقع عينك بل يقع قلبك على خير يحثك الله على فعله فتضمر في نفسك ان لا ينقضي يومك ذلك الا وقد اتيت منه ما استطعت انك بذلك تفعل اعظم ما يمكنك فعله انك تفعل الشيء الذي لم ينزل الله القرآن الا لتفعله اما ان سألت عن اعظم خير يمكنك فعله فهو ان تسلم وجهك لله ان تحيا مسلما وتعبد الله مسلما وتعامل الناس مسلما وتنظر وتتكلم وتشعر مسلما ثم تموت مسلما سئل الامام احمد من مات على الاسلام والسنة مات على خير فقال لسائله اسكت بل مات على الخير كله يقول سبحانه وما تقدم لانفسكم من خير تجدوه عند الله اي خير تقدمه لنفسك ستجد ان الشكور الحفيظ حفظه ونماه فتأتي يوم القيامة تجده عنده موفورا وقد عظم وبات اكبر من يوم انفعلته وما تقدم لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا وما يفعل من خير فلن يكفروه وفي الاثر الضعيف المتن الحسن المعنى صنائع المعروف تقي مصارع السوء وهذا من شكره فلم يضيع صنيعك الحسن بل سيجعله وقاء لك من ان تموت ميتة سيئة لذلك فشعور انه سبحانه الشكور وان الخير كله منه يجعل العبد على ثقة بربه محسن الظن به سبحانه الى اين قيل لاعرابي انك تموت فقال ثم الى اين قيل الى الله فقال كيف اكره ان اقدم على الذي لم ارى الخير الا منه شعور عظيم ورجاء بالله كبير ذلك الذي يملأ فؤاد هذا الاعرابي يقره عليه القرآن الكريم حيث يقول الحق سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله كل شيء نعم كل شيء يحوطك من الصحة والمال والراحة والتيسير والرضا هو منه وكان فضل الله عليك عظيما تعبده ستين او سبعين سنة اكثرها دون التكليف او نوم او في عمل المباحات ومع ذلك يكافئك عنها بجنة عرضها السماوات والارض تسكنها الابد وكله فان كان سبحانه يعطي لا على شيء فكيف اذا كان هناك شيء فكيف اذا فرقت بينك وبين بقية عباده الذين يرزقهم ويتحبب اليهم بالنعم بان عملت صالحا يرضاه عند ذلك لا يجوز لك ان تعتقد انه لن يكرمك الكريم ويشكرك الشكور ويحمدك الحميد سبحانه انتشال ثلاثة يلجئهم المطر الى غار فيصبحون وقد اطبقت صخرة عظيمة بابه فلا يستطيعون الخروج فيبتهلون ويتوسلون الى الله بصالح اعمالهم فيكون شكره لهم سبحانه بان يجعل مكافأة العمل او جزءا من مكافأة العمل جزءا من تفريج ذلك الكرب وزحسحة تلك الصخرة العظيمة وما ان انتهى ثالثهم حتى انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس يبذل عيسى عليه السلام عمره له سبحانه منذ ان نطق كلمته الاولى في المهد وهو عبد لله فيتآمر ضده شرار بني اسرائيل ليقتلوه فيكون شكره له سبحانه من اغرب الشكر رفعه اليه هكذا انتشله من بؤرة الهم والمكائد والقلق وجعله في سماوات يعيش مع ملائكته وخيار خلقه انك مع الله في ربح دائم والله هو القادر على انتشالك مما انت فيه اعلم جيدا ان لديك من الهموم والكروب ما لا يتناسب مع النجاة منها الا لفظة انتشال اعمل الخير لينتشلك الله به كما كان تصبيح يونس سبب انتشاله من بطن الحوت انك تتاجر مع ذي الكرم المتناهي وذي الشكر المتناهي وذي الفضل المتناهي ليست هناك احتمالية خسارة في سوق الله من يسير امرها فكن معه ثم ارقب افضاله وشكره لن يتركك ثق بذلك لن تسجد لله سجدة الا ويشكرك عليها شكرا يليق به وبكرمه فقط كن معه اللهم اوزعنا ان نشكر نعمك وجعلنا لك ذاكرين ولنعمك شاكرين واهدنا لاعمال تجزل لنا عليها الشكر يا شكور يا حميد الجبار كلما انطفأ حلم خلق الله لك حلما اجمل وكلما بهتت في قلبك ذكرى صنع الله لك ذكرى اروع الجبار هل هشمتك الظروف وتواطأت ضدك الكروب وتكالبت عليك الازمات هل غير الفقر ملامحك واجدبت الامراض حقولك وجعلك اليتم تبدو ضئيلا وآحاطت بك النظرات المهينة روحك المنكسرة قلبك المهشم انفاسك الضعيفة تحتاج الى من يجبر التهشم والضعف والانكسار لماذا لا تتعرف على اسم الجبار لتجبر بمعانيه الرحيمة كسورك وتضمد بظلاله جروحك وتهدي بنسائمه عواصف روحك الهوجاء قلبك المهشم كيف تهشم من معاني اسم الجبار الذي يجبر اجساد وقلوب عباده فالعيش في كنف الاله يمدنا بمراهم الصحة وضمادات السعادة ومسكنات الاوجاع ومضادات الهموم فهو سبحانه علم ان كسورا ستعتري عباده في ابدانهم وقلوبهم وحياتهم كسورا تترك ندوبا على جباههم واثارها على ارواحهم لذلك تولى جبرها برحمته وسمى نفسه بالجبار ليعلم عباده انه هو القادر على جبرها فيلتجئون اليه انكسارات الحياة عديدة حادث تتكسر فيه العظام اهانة تتحطم منها النفس فقر تنحني معه الروح مرض تنهار عنده القوى عقدة تحاصر الطموح رهاب يخنق عفويتك كره تتمرد معه احاسيسك ظروف تجعلك تنكس رأسك وبقدر هذه الانكسارات تتفتح ابواب السماء بضمادات الرحمة ومجبرات الود كم من يتيم تكسر نفسه نظرة صاحبه المتغطرس ولولا الجبار لتحطمت نفسه للأبد وكم من ضعيف صفعته الحياة بيد احد الاقوياء لولا الجبار لظل منحني الرأس طول الحياة وكم من فقير اذلته كلمة قالها له احد الاثرياء لولا الجبار لبقيت تلك الكلمة وصمة يعير بها طيلة عمره يجبر الكسير ويساعد الفقير ويرفع من شأن الصغير ويقدم المتأخر تضمد رحماته جراح النفوس نعرف نحن اشخاصا عانوا من شدة ابائهم ومع ذلك خرجوا غاية في الرحمة عانوا من سخرية اقرانهم ومع ذلك صاروا متميزين ناجحين عانوا من الانيميا والسل وحساسية الصدر وكبروا فصاروا اصحاء اقوياء اين تلك العقد واين اثار تلك الامراض لقد جبرت لقد اذهبتها ضمادات الرحمة لقد قدر الجبار ان تختفي واجبرني شرع لنا ان نقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واجبرني وكأننا نتكسر في اليوم كثيرا فنحتاج ان يجبرنا الله كثيرا قبل حوالي ثمانية عشرة سنة ماتت ابنة اخت الوحيدة بين يديها صرخت صرخت اختناق سمعتها من الغرفة المجاورة كانت الصرخة الاخيرة فدخلت على امها قبيل الفجر وفي قلبها من الحزن والانكسار ما نمت عيناها وتنهداتها به فارشدتها الى الدعاء الوارد اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فقالت ذلك الدعاء وصوتها يتهدج من وقع المصيبة فارتفعت كلماتها المتكسرة الى من يجبر قلوب عباده فعوضها عن ابنتها اليوم ببنين وبنات رزقها الله برهم وافضل عليها وعلينا من عطاءاته اذا التهبت نفسك اذا احترقت احلامك اذا تصدع بنيان روحك فقل يا الله وحلل عقدة من لساني في العام الفائت التقيت طالبا لديه عقدة في لسانه لا يكاد ينطق بكلمة دون ان يعيدها عدة مرات امسكته ونصحته الا يسجد سجدة لله الا ويدعو وحلل عقدة من لساني يفقه قولي التقيته هذه السنة فاذا به كافصح ما يكون سألته وقد نسيت نصيحتي عن السبب فقال دعاء وحلل عقدة من لساني لقد حل الجبار تلك العقدة انه الجبار ما من اساء الا وهو رافعه وما من مرض الا وهو شافيه وما من بلاء الا وهو كاشفه تتزاحم الالام في قلب العبد حتى ما يظن ان لها كاشفه فاذا بالجبار يجبر ذلك القلب وبعد اشهر ينسى العبد كل الامه واوجاعه لان الله لم يذهبها فحسب بل جبر المكان الذي حطمته فعاد كأن لم يتهشن بالامس يجبر القلوب والعظام والنفوس ويقدر ان تتداول جراح ويكفكف الدموع سبحانه اذا رضتك الهموم وغشيتك الكروب فلا تطل البكاء سجادة توجهها الى القبلة تقضي على تلك الهموم والكروب في لحظات باذن الله يحبك مبتسما جلس بالانكسار بعد صلاة المغرب يستغفر الله جيبه خاو الا من ريالات لا تصنع امام احتياجات الحياة شيئا يكاد الناظر اليه من بعيد يدرك مدى الفاقة وكمية الخدوش المتناثرة في نفسه ولكن الجبار كان ينظر اليه من اعلى سماوات فما كتب عليه تلك الليلة ان ينام الا وقد سد فاقته بما لم يكن يتوقعه او يتخيله يحبك سبحانه مبتسما فيصنع من جميل اقداره ما يعين ثغرك على الافترار ويجعل الابتسامة تطرد ملامح الكرب على وجهك اذا رأيت منكسرا فاجبر كسره كن انت الذي يستخدمك الله لجبر الكسور لا تنم وجارك جائع لا تضحك واخوك يبكي لا تنعم بدفء بيتك وهناك من هدهدت رياح الشتاء ابدانهم الضعيفة العربة يقول صاحبي رأيت عجوزا تدفع عربة بقرب الحرم مليئة بالحاجيات كانت السنوات قد شققت جلدها بما فيه الكفاية رأى فيها امه فبكى كل شيء فيه وكان اخر ما بكى عيناه اخرج كل ما في جيبه ودسه في يدها ونفسه تكاد تسقط من الحزن على تلك المسكينة يقول لم يدر في خلدي اني اتكرم عليها او ان الشكور الحميد سيشكرني كنت فقط ارتق شرخا جلبته صورتها المنكسرة في نفسي ولم افلح لم يمضي ذلك الشهر الا واضخم مبلغ يحصل عليه في حياته مودع في حسابه البنكي لن يدعك الله تجبر كسور الضعفاء ثم لا يشكرك فهو الشكور الحميد كن بلسما ان كان حالك ارقما وحلاوة ان صار غيرك علقما كن النافذة التي يتسلل منها الهواء الشفيف على النفوس التي خنقتها ادخنة الحياة الصعبة تخلق بخلق الجبر كن اليد العليا يزور النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي المريض يكنس ابو بكر رضي الله عنه بيت العمياء ويطبخ لها طعامها يموت عبدالله بن المبارك فيفقد الفقراء تلك الارزاق التي كانت توضع عند ابوابهم قبيل الفجر فيعلمون بعد موته انها منه يموت احد خصوم ابن تيميا فيبشرونه بذلك فيغضب ويذهب مباشرة الى اهله وابنائه فيعزيهم ويقول لهم انا كوالدكم لا تحتاجون شيئا الا واخبرتموني كانوا منشغلين بالهمة العظيمة مهمة جبر القلوب المنكسرة كان الله يستخدمهم لذلك الشرف العظيم ثلاث وثمانون اخبرني صاحبي وقد كان طالبا في جامعة ام القرى انه في طريقه الى الجامعة لقي معتمرا يسأله عن مركز الشرطة اخبره صاحبي انه مستعجل فموعد مادة النقد قد شارف على البدء والتي كان الاسبوع القادم هو موعد الاختبار الصعب فيها ومع ذلك فقد اركبه ليقربه من وجهته وفي السيارة اخبره انه وقبل ثلاثة ايام فقد في الحرم محفظته وجواله وجواز سفره وكلما يثبت شخصيته اصبح مجهول الهوية لا يستطيع الاكل ولا المبيت ولا التواصل مع احد قال ذلك المعتمر لصاحبي لقد تعبت وعند هذه الكلمة بالذات اجهش بالبكاء ثلاثة ايام وانا اتكفف الناس وانام في الشوارع كان منكسرا بدرجة كبيرة يقول صاحبي انه واسع وذكره بالله وقال له ان الله لن يفقدك هذه الاشياء في الحرم حتى تذل لغيره فقط اسجد له واطلبه وسوف يحبوك ثم اعطاه ثلاثة وثمانين ريالا وهي كل ما وجده في جيبه وانزله وقد رأى ملامح الابتسامة على ثغره بعد اسبوعين ظهرت درجة اختبار مادة النقد والذي لم يحل فيها اي فقرة لصعوبته وقد وطن نفسه على الرسوب فيها لانه يستحق فيها الصفر فاذا بها ثلاث وثمانون درجة من مئة عدد الريالات التي اعطاها ذلك المعتمر باتت عدد الدرجات التي نالها في الاختبار بلا زيادة ولا نقصان نعم اشياء كلما حاولت ان تنكر وجودها ظهرت بشكل اوضح واصرح كلما قررت ان لا تسمعها صرخت بصوت اكثر اذهالا وادهاشا انه الله يا صاحبي انه الله لما استعمله الله في جبر كسر ذلك المعتمر شكره حجرة الخادم اذا طرقوا ابواب الملوك فطرق انت باب الملك الاعظم اذا وقفوا بذل بساحة امير فقف انت بساحة الاله الاكرم اذا سافروا من مستشفى الى مستشفى فقم بالليل وقل يا الله بيده مفاتيح الفرج الشفاء له خزينة عظيمة القدر والحجم اتعلم اين هي تلك الخزينة انها عند الله وان من شيء الا عنده خزائنه السعادة كذلك لها خزينة الامان ايضا والراحة والرضا اتترك من بيده ملكوت كل شيء وتنصرف الى عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا كم هو مضحك ان يترك زائر ملك من ملوك الدنيا الانشغال بالحديث مع الملك ليدخل الى حجرة الخادم ويتحدث اليه نحن نفعل ما هو اكثر اضحاكا من هذا حين نترك مناجات ملك الدنيا والاخرة سبحانه وطلبه ما نريد ونذهب في رحلة علاجية الى واشنطن او انجلترا ونعود بعد اشهر معنا الخيبة والخسارة والكلام ليس عن طلب العلاج فهو مشروع بل عن التعلق بالمخلوق ونسيان الخالق الحلم والذكرى عش اياما مع الجبار امر معانيه الجليلة على جروحك اجعلها البلسم لعذابات روحك ايقظ بها ازاهير الفرح في نفسك اصنع بتأملاتك فيها شمس حياة تقضي على الخواء الذي كنت تعيشه ينزل رسولنا صلى الله عليه وسلم من الطائف محملا بقدر عظيم من الحزن والحرقة والانكسار بعد ان ادمى السفهاء عقبيه الشريفتين بالحجارة يراه ملك الملوك ملك الدنيا والاخرة يراه حبيبه سبحانه يرا قلبه المكتظ بالاهات فيرسل جبريل ومعه ملك الجبال لينهي تلك الحرقة يرسله في مهمة خاصة مهمة تتعلق بدكدكة الجبال الراسية فينظر ملك الجبال الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في احزانه التي جعلته يمشي من الطائف فلا يفيق الا بقرن الثعالب فيقول امرني الله ان امتثل لامرك يا محمد فان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين فعلت اذا اراد ان يجبر كسرك اهلك مدينة باكملها لاجلك ولكن محمد عليه الصلاة والسلام يستأني بهم ويعفو عنهم عندما لذعت السخرية بسياطها الحارقة قلب نوح نظر الى السماء ودعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتح الملك سبحانه ابواب السماء بماء منهمر اغرق الكرة الارضية لاجل نوح عليه السلام هل يستطيع غير الله ان يجبر كسور الروح بمثل هذا بعض الاشخاص يظنون ان من مهماتهم تدميرك السخرية بك اظهارك بحجم صغير جدا امام رفاقك ولولا الجبار لطحنتك مكائدهم يدخلون الى عينيك ليسرقوا اجمل احلامك ويتسللون الى قلبك ليمسحوا اروع ذكرياتك وكلما انطفأ حلم خلق الله لك حلما اجمل وكلما بهتت في قلبك ذكرى صنع الله لك ذكرى اروع فنجان قهوة وقد زود الجبار حياتنا بمجبرات ومضمدات وادوية نعلم بعضها ونجهل اكثرها خلقها واودعها في كونه لاجلك حتى تبتسم وتعيش حياة كريمة حتى تتفرغ لعبادته تلتأم جروحنا عندما نتناول الدواء الناجع لها وعندما نأكل الطعام الصحي وعندما نشرب الماء النقي تصح ارواحنا لما نرى الابتسامة على اوجه الاخرين وحين نشعر باكفهم تربت على اكتافنا وعندما نسمع الكلمة الطيبة نتجاوز عقدنا عندما نصادف قلبا ينبض بحبنا ويدا تمتد لمساعدتنا وفنجان قهوة نرتشفه بمعية من نحب هناك اشياء تلتأم داخلنا عندما ننظر للطبيعة الجميلة نسمع خرير الماء ونحدق في العصفور وهو يطعم فراخه والصلاة تردم هوة اليأس في ارواحنا وسبحان ربي العظيم تخلق فرحا نجد طعمه في ألسنتنا وسبحان ربي الأعلى تحلق بنا حول العرش دعوات الوالدة دفء في شتاء الحياة وزيارة الصديق متعة في صخب العيش وسؤال الجار عنك يلون لوحة نفسك الرمادية عصير البرتقال يجبرك على الابتسامة وقطعة الحلوى التذاذ خاص والحمام الدافئ شعور بانحسار الأتعاب الحياة مليئة بالمجبرات وربنا يريدنا أن نسعد أن نبتسم أن نحيا حياة جميلة كن ساجدا ما الذي يبطئك عن الله؟ ما الذي يجعلك تتأخر عن الانضمام لركب الأواهين الأوابين الذين يرتلون كلامه في جوف الليل شكل الجنين في بطن أمه قريب جدا من شكل الساجد لله فكن في حياتك ساجدا كما كنت في بطن أمك يكفك الله رزقك ويجعل أضيق الأماكن أهنأها ويحطك برحمته كن ساجدا بقلبك وإن رفعت رأسك قل بنبضاتك سبحان ربي الأعلى وإن كنت ضاحك الثغر اهمس بشرايينك يا جابر المنكسرين اجبر كسري ثم تأمل في المعجزة وهي تشكل روحك من جديد اللهم اجبر كسر قلوبنا وكسر أرواحنا وكسر أجسادنا إنك على كل شيء قدير الهادي لا يهديك لأنك فلان ابن فلان بل لأنه شاء أن يهديك يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الهادي هل أكلتك الحيرة؟ هل تشعر أن عقلك أعجز من أن يحدد لك الصواب من الخطأ؟ هل عرضت عليك وظيفتان لا تدري أيهما أنسب لك؟ هل تزاحمت في عقلك مميزات فتاتين لا تدري أيهما تتزوج؟ بل هل تعبت من درب الضياع وتريد أن يمنى الله عليك بأن يدللك إلى طريق النور والهداية؟ أنت إذن مهيأ لبداية عهد جديد مع اسم الله الهادي أنت تحتاج إلى أن تتعرف إلى هذا الاسم العظيم أن تسترشد الهادي سبحانه ليوقف في نفسك جيوش الحيرة ويهديك إلى الصراط المستقيم دفء الهداية أصلها اللغوي يدل على الميل وكأن الهداية ميل عن الخطأ إلى الصواب وعن الضلالة إلى الرشد وعن التيه إلى الجادة فهو سبحانه يهديك فيحرف مسارك عن الضلالة إلى الرشد وعن الغواية إلى الطريق الأقوم وكما أنه يهديك فكذلك يهدي إليك فيوصل الأشياء التي بها قوام حياتك إليك يوصل الماء إلى الأرض التي تقطنها ويوصل الغذاء إلى المكان الذي تعيش فيه ويوصل الهواء إلى رئتيك وهو يهدي جميع خلقه هدايات متعددة بحسبهم وبحسب أحوالهم فالأعمى هدايته أن يسير على الطريق وهداية الأصم أن يفهم ما يقال وهداية العاجز أن يصل إلى مبتغاه هداية الطفل أن يبعده عما يضره وهداية العجماوات أن يغرز في نفوسها ما فيه قوام حياتها فتعلم مصالحها فتأتيها وتعلم مضارها فتجتنبها وتعلم المخاطر فتقاومها يهدي التائهين في الصحاري ويهدي القارئ إلى موضع المعلومة ويهدي المكتشف إلى الاختراع ويهدي المجتهد إلى دليل المسألة ويهدي الداعية إلى الأسلوب الأسلم ويهدي الأب إلى الطريقة المثلى في نصح ابنه ليست صدفة يهديك بما تظنه صدفة يهديك بآية تسمعها في صلاة ويهديك برؤية راها ويهديك بنصيحة عابرة ويهديك بكلمة تقع عينك عليها في كتاب ويهديك بتأمل ويهديك بومضة غير مسبوقة بتفكير ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب ويهديك بالخوف ويهديك بالحب ويهديك بالموت أما سماع القرآن فأصل الهدايات ومن أعظم ما جعله الله سببا لهداية عباده فقد ضمن فيها كل أسباب الهداية والرشد قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فيستحيل على عالم عامل بما في القرآن أن يصاب بزيغ أو انحراف أو نكوس وقصة إسلام عمر بن الخطاب معروفة فقد دخل على أخته والشر يتطاير من عينيه فلما قرأ في صحيفة معها أول سورة طاها سجد قلبه في محراب الإيمان ولم يرفع حتى مات رضي الله عنه ترى ما هو الشعور الذي شعر به وما هو اليقين الذي نزل على قلبه في تلك الساعة وكم في القرآن من هدايات غضطنا عنها طرف التدبر وكم فيه من إرشادات إن قفلت عنها قلوبنا لا ولا ومن أشكال الهداية أن ترى رؤية فيها شفاءك أو تحذير لك أو إرشاد يقال إن أحدهم كان مريضا فرأى في منامه أن علاجه في لا ولا فذهب إلى شيخ يسأله فقال لا أدري ولكني أختم القرآن كل يومين فأمهلني لعلي أجد شيئا في القرآن أعبر به رؤياك وبعد يومين جاءه وقال له شفاءك في زيت الزيتون قال تعالى في سورة النور يوقد في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء فهذه هداية برؤية ومن أنواع الهداية التي تشبه الهداية بالرؤية لما فيه من معنى الاستنباط والاستدلال بالشبيه على شبيهه الاستشفاء بعمل طاعات لها صفة قريبة من حال المرض جاء رجل إلى أحد العلماء يشتكي الاستسقاء وهو مرض تجتمع بسببه السوائل في جسم الإنسان وقد يودي بحياته فأوصاه أن يحفر بئرا ويوقفها فحفر البئر فبرئ بإذن الله رأى هذا العالم تشابها بين انحباس السوائل في الجسد وانحباس الماء في الأرض فظن أن هذه الطاعة حفر بئر مشابه لحال المرض وأن الشفاء قد يكون فيها أحد الزملاء يخبرني أنه دهس ابنة أخيه ذات العامين بسيارته الجيب وهو ذاهب إلى الصلاة دون أن يدري فهرع بها والدها إلى المستشفى والموت يلوح بين عينيها والأطباء يخبرونه بأن نسبة موتها ثمانون بالمئة فاتصل ابن عم لها بزميل مستخبرا وناصحا وأوصاه بسرعة ذبحشات والتصدق بلحمها بنية الشفاء ففعل ما أوصاه به ابن عمه فلم يأتي الفجر إلا وقد أخرجت تلك الطفلة من العناية الفائقة هدى الله سبحانه ابن العم إلى تناسب ما بين اللحم المتصدق به ولحم الطفل المتهتك فكان الشفاء من الله أصدق من توقعات الأطباء أما الهداية بنصيحة عابرة فيقال أن مغنيا كان حسن الصوت مر به أحد الصالحين فقال له ما أجمل صوتك؟ يا ليته تغنى بالقرآن فتاب ذلك الرجل من حينه والهداية بنصيحة أوسع وأوضح من أن نمثل لها وقد يهديك بالتأمل ومن أوضح شواهد هذه الهداية قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام والذي عندما جن عليه الليل رأى كوكبا والقصة معروفة فهنا تأملات في آيات الكون سببت هداية ويقينا له عليه الصلاة والسلام قبس من نور يبصر من عليائه التائهين يرى هضاب الضياع وقد التفت من حول أرواحهم فيشعل لهم في الليل قبسا من نوره فيرون به الطريق ويصلون إلى الجادة لا يهديك لأنك فلان ابن فلان بل لأنه شاء أن يهديك يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فتعرض بإصلاح قلبك إلى تلك المشيئة الغالية قد يهديك ثم لا تقوم بواجب تلك الهداية من شكر وعمل بمقتضاها فيسلبها منك مثل ذلك الرجل الذي أتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وقد يهديك فتشكره وتعمل بمقتضى الهداية فيمن عليك بهداية أخرى فتشكره وتعمل بمقتضاها ثم يفضل عليك بهداية ثالثة ورابعة ويجعل حياتك هدايات يمسك بعضها ببعض فهؤلاء فتية الكهف هداهم بأن جعلهم مؤمنين ثم هداهم أيضا بأن جعلهم صابرين على إيمانهم ثم هداهم بأن دلهم على طريق النجاة ثم هداهم بأن هيأ لهم حالا أن جاهم بها بأن ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا قال عنهم سبحانه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بوصلة ضائعة في وسط الصحراء المظلمة لا تعلم أين تتوجه وعدم معرفتك هذه تعني الموت المحتم لأنك بلا زاد ولا راحلة وفجأة تجد شعورا ملحا يأمرك أن تتجه إلى اتجاه معين ليس لديك معرفة بالنجوم وبوصلتك ضائعة ورفاقك سبقوك فتتجه إلى ذلك الاتجاه وبعد تلاعب كثبان الصحراء بك وإذا بعينيك تلمحان بصيص نور إنهم رفاقك هناك في آخر نقطة من الحياة ينتظرونك بلهفة الآن حدثني عن ذلك الشعور ما هي المعادلة التي جعلته يبزغ في تلك اللحظة ولماذا جاء وكيف كان دقيقا إلى هذه الدرجة لقد كان الله في تلك اللحظة يبصر الطراب الرعب في قلبك لقد كان يسمع وجيف فؤادك لقد علم تمثل الموت عطشا في نفسك فأذن لوميض داخلي أن يشتعل لتحس بالطريق ولتصل بسلام لا تتعلق بحرفية التجربة فقد لا تكون عشتها ولكنك ولا شك عشت أنت أو من تعرفه أجواء قريبة من تلك الأجواء والسؤال الأهم من جميع التفاصيل من الذي قذف الهداية في روح قلقة محتاجة إلى بصيص إنه الهادي سبحانه وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان وفي وسط تلاعب الموج بسفينتك يأمر الريح فتكون شمالية في تلك الساعة لأن جزيرة النجاة في الجنوب منك ستتمزق أشرعة سفينتك لولا تلك الريح التي قدرها الهادي سبحانه يخرج ابن تيمية من بين البيوت وقد ازدحمت الأقوال في رأسه حول تفسير آية يقرأ عنها عشرات التفاسير فلا تخلصه تلك التفاسير من ضوضاء الحيرة فيمرغ وجهه بالتراب ويبكي ويقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني فيعود وقد تحددت الأقوال الراجحة في عقله بنور الهداية الربانية إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده ثم هدا وهدايته سبحانه لا تختص بالبشر بل هو يهدي جميع خلقه قال جل من قائل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا يصف الشيخ محمد راتب النابلسي شيئا من هذه الهدايات فيقول يتجه سمك السلمون من سواحل الأطلسي إلى مصبات الأنهار في أمريكا ويضع بيوضه ويعود وبعد أشهر تخرج الأسماك الصغيرة وتتجه مباشرة إلى حيث أمهاتها على بعد مئات الكيلومترات لا تضيع طريقها من الذي هداها إلى الطريق؟ إنه الهادي سبحانه أحدهم رأى قنفذا يأكل أفعى ميته ثم يتوجه إلى نبتة فيأكل منها ورقة ثم يعود للأفعى فيقضم ثم للنبتة فيأكل أراد ذلك الشخص أن يعلم سر تلك النبتة فاقتلعها عاد القنفذ ليأكل ورقة من النبتة فلم يجدها فلبث يسيرا ثم مات من الذي هدا هذا القنفذ إلى أن تلك النبتة تحمل خاصية مضادة للسم الموجود في جسم الأفعى؟ إنه الله جل جلاله يهجم الذئب على الغزال فتحن الغزال رأسها لينغرز قرنها في رقبة الذئب من الذي أعلمها أن فوق رأسها سكينا حادة؟ ومن الذي جعلها تعلم أنها بذلك الفعل؟ ستنجو إنه الهادي سبحانه رأيت في طفولة قطتنا وأبناءها حديثي الولادة يزحفون إليها عميا ثم يغرسون رؤوسهم في بطنها ويتحسسون بأفواههم حتى يجدوا ثديها ويبدأوا بشرب الحليب من الذي أخبر تلك الكائنات عديمة الخبرة والمعرفة؟ أنها بذلك ستعيش وبدونه ستموت إنه الهادي سبحانه المستنقع ومن أعظم هداياته إعادة خلقه إليه ودلالة التائهين عليه وفتح أبواب التوبة لمن أذبل أرواحهم خريف الحوبة يخرج في ظلام الليل ليعصي ملك الملوك كل جوارحه مندفعة للوصول إلى وحل المعصية ولكن الله في تلك اللحظة الحاسمة يأمر الهداية أن تصل إلى قلبه قبل أن يصل هو إلى المستنقع فإذا بكل ما بناه من أحلام سوداء ينهار فجأة وتيار فضيع يرجف به كل شيء يتطاير من حوله هناك شعور بكر وطئ للتو ساحته يلتفت إلى جهة أخرى ليست جهة المستنقع إنها جهة تطل من بين منحنياتها منارة المسجد فيبدأ عهدا مضيئا مع الهادي سبحانه ورقه إلى بيته فنظفها وعطرها وقبلها ورفعها ثم نام ليسمع هاتفا يقول له رفعت اسمي وعزتي لأرفعن اسمك فإذا به يستيقظ على الهداية تملأ قلبه ويتحول من رجل لا هدف له من هذه الحياة إلى رجل من الصالحين المعروفين في التاريخ وإذا أراد هدايتك أسمعك صوتا يقول لك اتق الله فيستيقظ فؤادك فهذا أحد الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار في القصة النبوية الشهيرة يحضر من وقت بعيد للفجور بابنة عمه وتسوقها الأقدار إليه في حاجة فيبتزها وقبل لحظات من بدئه لمراده البشع إذا بها تقول اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه فينهض فزعا لم تدع اتق الله في قلبه شهوة إلا وسحقتها حبل النجاح تكون في غمرة النسيان فيذكرك به تكون في حومة المعصية فيوقذك تكون في وسط المستنقع فيطهرك تكون في داخل الجب فيدلي إليك حبلا يهديك بحب يغمر فؤادك أو بخوف يزعزع استقرارك أو بمرض يذل كبرياءك أو بحاجة ترغم أنفك أو بفقر ينقض ظهرك أو بخواء يعذب روحك يعيدك إليه إلى طريق الأنوار يجعلك من رواد المسجد بعد أن كنت تنظر إليه من بعيد لا تنالك هداياته من قريب يعلم يديك كيف تمسكان بالمصحف بعد سنين طويلة من الهجر والصدود يرطب لسانك بذكره بعد أن كنت تترنم بأغاني تافهة تخرج من بيتك قاصداً مسجداً وفجأة تغير الطريق إلى مسجد آخر بعد الصلاة تسمع كلمة يلقيها أحد الدعاء تغير شيئاً كان مستقراً في قرارة نفسك يغير طريقتك أو حتى طريقك العبد صاحب الروح المرهفة يستنبط هدايات الله سبحانه ويعلم أن الكون مربوب له سبحانه وأن الله سبحانه قد يهديه بأي شيء في كونه وقد يضله والعياذ بالله بأي شيء في كونه ولن يضل سبحانه إلا من أغلق قلبه عن الهدى ودين الحق إذن ضياع هذه الحياة إن لم يأتك الهداية من عنده أتذكر مثال صحراء التيه آنفة الذكر إن ضياعنا عن طريقه سبحانه عن المسجد عن الله أكبر عن اللهم أنت السلام ومنك السلام أعظم فضاعة من تيه الصحراء وسنكون بذلك في غربة أقصى من غربة الطائر الذي فقد سربه في فصل الشتاء فقررت الثلوج أن تبتلع أحلامه المحلقة اللهم ارزقنا هداية من عندك تنتشلنا من صحراء التيه وتوصلنا إليك وتدخلنا بها جنة عرضها السماوات والأرض الغفور الظنوب ستفسد عليك حياتك ستقهر روحك ستجعل الماء ذا نكهة غير مستساغة والطعام غير هنيء والليل وحشة والنهار مللا الغفور إذا كنت قد تعبت من ذنوبك وخطاياك وشعرت أن شؤمها قد نغص عليك حياتك وأن ظلاما وقتامة قد أطفأت في عينيك بهجة أيامك ولياليك وأنك ما عدت تستلذ بصلاتك ودعائك وعبادتك فاعلم أن الوقت قد حان لتدلف إلى عالم الأنس والمغفرة متلمسا معاني الغفران والتجاوز في اسم الله الغفور أنت الآن بحاجة إلى أن تفهم معنى المغفرة وكيف أن ربك غفور وغفار ومدى حاجتك لهذه المغفرة في جميع أدوار حياتك السجن بلاء الروح بالذنب أعظم بكثير من بلاء الجسد بالمرض روحك تئن تحت وطأة العصيان نعم قد يكون جسدك استلذ لحظة المعصية ولكن روحك تجأر إلى الله تخيل أنك في سجن ضيق عرض كل جدار فيه متر واحد فقط ما مقدار الاختناق الذي ستشعر به الذنوب تجعل روحك في سجن شبيه بهذا السجن إنها تحيط بك وأحاطت به خطيئته وتجعل روحك تختنق لو لم يكن هناك جنة ولا نار الذنوب وحدها جحيم وحميم وعذاب أليم فإذا علمنا أن من أسمائه سبحانه الغفور والغفار والعفو وأن من صفاته أنه يغفر الذنوب تبدأ جدران ذلك السجن الضيق تتصدع هل تعلم بالله قل أستغفر الله لا تقلها فقط تأمل فيها أستغفر الله هل هناك ما هو أجمل من هذه الكلمة التي إن قلتها من قلبك تتناثر جميع الوساوس والهواجس والمخاوف هل تعلم أن كل مصيبة من مرض أو هم أو حزن أو ألم هي بسبب معاصيك اقرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لقد أصابتنا الغيبة والكذب والغش والحسد والاحتقار والعقوق والنظر إلى الحرام وتأخير الواجبات بقدر كبير من الآلام والهموم والأوجاع نذهب لنسكب ماء وجوهنا بحثا عن من يقرضنا شيئا من المال ولعل تلك الحاجة إلى المال سببها ذنب اقترفناه ولو قلنا استغفر الله بانكسار لمحتجنا أن ننكسر لدى خلق الله نبحث عن راق لنخبره عن الضيقة التي نشعر بها والخوف الذي نغص حياتنا والتغيرات النفسية التي نشعر بها ولعل ما أصابنا كان بسبب معصية ارتكبناها ولو قلنا استغفر الله بقلب حي بقلب تائب منيب ما احتجنا إلى كل ذلك وغدارتي لم تظهر لي صفة المغفرة ماثلة وبارزة كما ظهرت لي وأنا أقلب أوراق السيرة النبوية عمر بن الخطاب يفتن المسلمين عن دينهم يمسك الصوت بيده القوية ويلهب بها ظهر جاريته ثم لما يتعب ينزل الصوت ويقول ما تركته إلا ملاله كان المسلمون يعتقدون أن إسلام حمار الخطاب أقرب إلى المعقول من إسلام عمر لشدة عداوته للإسلام وكرهه لهذا الدين ثم يفتح له الغفور أبواب التوبة ليصبح عمر الفاروق والسياط الذي كان يحرق به ظهور عبيده وإمائه أين ذهبت؟ لقد غفرها الله خالد بن الوليد يصعد على جبل الرماة في غزوة أحد ويقتل بسببه عبد الله بن جبير وصحبه الذين كانوا على جبل الرماة رضي الله عنهم بل يكون السبب في أعظم هزيمة يمنى بها الجيش الإسلامي بقيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون السبب في أن يجرح نبي الله ويشج رأسه وتكسر رباعيته وتدخل حلق المغفر في وجهه الشريف يكون السبب في أن يدمى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله ولكن الله ينزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ويكون خالد ممن تاب عليهم وغفر لهم يسلم فيغفر له الغفور يمسح سبحانه كل تلك الطوام ويتحول من السبب الأهم في هزيمة المسلمين في غزوة أحد إلى سيف الله المسلول وتلك الدماء الزكية التي سفكها وحلق المغفر والدماء النبوية الطاهرة كل ذلك غفره الله رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يئن قلبه مما اقترفه من آثام فيقول أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل له من توبة؟ قال رسول الرحمة فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله قال نعم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن قال وغدراتك وفجراتك هل نسيت؟ لماذا تعتقد أن ذنبك أعظم شيء في الوجود؟ هل نسيت أنه الغفور الودود؟ هل نسيت أنه يفرح بتوبتك؟ رأى الصحابة امرأة مذعورة في السبي تبحث عن ولدها فلما رأته ضمته وقبلته حبا وشوقا وخوفا فتعجب الصحابة من هذا الحب وهذا الفرح قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذه بولدها ما الذي تنتظره؟ قل أستغفر الله الآن قلها بقلبك وروحك ولسانك حتى ذنوبك التي تريد أن تقنعك أن المغفرة مستحيلة عليها اجعلها تقول أستغفر الله رغما عنها أصرخ بأستغفر الله في وجدانك وأقسم من خلال صرختك تلك أن الغفور سيغفر لك ليس لأنك صرخت بل لأنه الغفور الودود أبو سفيان بن حرب صفوان بن أومية عكرم بن أبي جهل عمر بن العاص وغيرهم كثير كانت ذنوبهم شركا بالله ومحاربة للدين وقتلا للصحابة ثم يغمرهم الغفور الرحيم بمغفرته ليكونوا صحابة أتدني ماذا يعني كلمة صحابة؟ الصحابة تعني أفضل البشر بعد الأنبياء انظر ماذا فعلت المغفرة بعكرم أو بصفوان أو بغيرهما لقد حولته من قاتل للصحابة إلى صحابي جليل الإحسان بالذنوب وهي تحيط بك يجعل روحك تئن وأفكارك تميل إلى اللون الأسود وكلماتك متوترة جدا فإذا مقتربت منها أستغفر الله احترق الأنين والسواد والتوتر طوبة يغفر سبحانه بي أستغفر الله ويغفر سبحانه بالتوبة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ويغفر سبحانه بالحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات ويغفر بالبلاء ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة أتعلم ما الذي ينبغي أن تكثر منه في هذه الحياة ألا تملى من ترداده إنه الاستغفار قال نبيك عليه الصلاة والسلام طوبة لمن وجد في كتابه استغفارا كثيرا ستفرح فرحا خالدا بالأعداد الكبيرة لأستغفر الله في صحيفتك ستصرخ بأعلى صوت ها مقرأ كتابي ستجد في عرصات يوم القيامة أصدقائك فتفتح لهم كتابك المليء بالاستغفار وتقول انظروا لقد استجاب الله لهذه الاستغفارات الكثيرة فغفر لي لذلك فقد جرع الاستغفار ليس بعد الذنب فقط بل وبعد الطاعة ألست تقول بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله حتى طاعاتك مليئة بالنقص الذي لا يرتقه إلا الاستغفار لا تقنطوا الغفور سمى نفسه بالغفور لأنك بلا مغفرة ستحترق ستلتهمك الغصص ستشعر بالاختناق الحقيقي ستدمن البكاء إذا ظننت أن ذنبك أعظم وأن الشيخ الذي استفتيته في ذنبك لم يتصور بعد التفاصيل السوداء لتلك الخطيئة العظيمة وأنه أجابك على غير سؤالك اسمع لربك الذي يعلم كل ذنب سيقترفه عباده من لد آدم وحتى قيام الساعة يعلم بتفاصيل تلك الذنوب وخطواتها وشناعة أمرها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هل انتهت الوساوس الآن؟ الذي قال هذا الكلام يعلم عندما أنزل القرآن أنك في يوم كذا ستذنب ذنب كذا ومع ذلك قال يغفر الذنوب جميعا وذنبك لا شك من هذه الذنوب التي ليست أكبر من غفران الله ولا أعظم من رحمته سبحانه المهم هو أن تسبق استغفر الله بالإقلاع عن الذنب أن تتوقف فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم كيف تقول اغفر لي خطيئتي وأنت أعاكف على الخطأ كيف تمسح معصيتك ثم تعود لكتابتها من جديد توقف لتصبح أستغفر الله الصادقة تستحق أن تفتح لها أبواب السماء أعظم مشيئة الله سبحانه شاء لك أشياء كثيرة شاء وجودك فوجدت وشاء صحتك فصرت صحيحا معافا وشاءك عاقلا وها أنت تعقل ما تقرأ وتسمع ولكن أتعلم ما هي أعظم مشيئة قد يمن الله بها عليك أن يغفر لك ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ما أعظمها من مشيئة هذه التي تجعلك مؤهلا لدخول الجنة برحمة الرحيم سبحانه المغفور لهم تنزل بهم الأمراض كغيرهم ولكنها لا تسلب ابتساماتهم المغفور لهم تصيبهم الضوائق المالية كغيرهم ولكنها لا تنكس رؤوسهم المغفور لهم تدمع عيونهم ولكنهم لا ييأسون من روح الله أبدا ثم دعي الهموم والأوجاع والأمراض جانبا المغفور لهم ينامون بالليل في طمأنينة لأن أغرب توقع هو أن يموتوا وماذا لو ماتوا إنهم بلا ذنوب تجعل الموت شبحا مرعبا بالله اقرأ بل استشعر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ألست مشتاقا لأن تجد الله غفورا رحيما استغفره إذن الأجمل الغفور علم أن الذنوب ستفسد عليك حياتك ستقهر روحك ستجعل الماء ذا نكهة غير مستساغة والطعام غير هنيء والليل وحشة والنهار ملل والأقارب جحيما والأصدقاء شكوكا وتفاصيل الحياة وهما والنوم اختناقا والوحدة بكاءا فقال لك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أليس هذا أجمل بحالهم ألم يمل الكربات التي بعضها فوق بعض ألم يشتاقوا للابتسام الذي يخرج من القلب إذن لماذا لا يستغفرونه لا تنتهش والغفور يغفر دائما ويغفر بكرم ويغفر ما لا يغفره البشر ويغفر بإدهاش يغفر دائما فيغفر ما بين الصلاة والصلاة وما بين العمرة والعمرة وما بين رمضان ورمضان وما بين الحج والحج إذا ما اجتنبت الكبائر فصارت بذلك حياة العبد كلها ما بين مغفرة ومغفرة وعفو وعفو وتجاوز وتجاوز تخيل تصلي الفجر ثم تذهب إلى عملك فتند منك تجاوزات وذنوب دون الكبائر ثم تحسن الوضوء لصلاة الظهر وتصلي صلاة تامة فما تقول السلام عليكم ورحمة الله إلا وقد انغسلت من ذنوبك كلها وهكذا صلاة بعد صلاة ماذا كنا سنفعل لو لم يكن ربنا غفور ويغفر بكرم فيغفر كل الذنوب بصيام يوم واحد في السنة ويغفر كل الذنوب بأن تقول سبحان الله وبحمده مئة مرة أي في دقيقتين تتساقط عنك ذنوب سبعين سنة أفي الكرم مثل هذا ويغفر ما لا يغفره البشر فيغفر ذنوب بغي كل حياتها ذنوب ومعاصي بأن سقط كلبا ماء ويغفر بإدهاش فمن ذلك ما حصل لمن حضر غزوة بدر فقد اطلع عليهم ربهم وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كل الذنوب التي عملوها أو سيعملونها مغفورة وكان ممن اطلع الله عليه في غزوة بدر حارثة بن سراقه غلام خرج معهم مساعدا لا مقاتلا فكان في المعركة من النظارة الذين يشهدون المعركة من بعيد فقام الى حوض الماء ليشرب فأتاه سهم غرب طائش أصاب نحره فقضى عليه فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة استقبلته ام حارثة فقالت له يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى قال ابن كثير وفي هذا تنبيه عظيم إلى فضل أهل بدر فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النظارة من بعيد وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض ومع ذلك أصاب بهذا الموقف الفردوس الأعلى فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو ابدأ ابدأ عهدا جديدا مع اسم الغفور افرح لأنه يغفر الذنوب وسارع في الاستغفار واطلب هذه المغفرة باتباع أوامره واجتناب نواهيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها واجعلنا ممن يجدون في صحائفهم استغفارا كثيرا القريب قال لي صديقي مرة قبل أن يخرج من زيارتي في غرفتي بإسكان الجامعة أكتب لي في هذه الورقة كلمة لأقرأها وأنا عائد إلى غرفتي فكتبت له إنه يراك الآن أخبرني فيما بعد أنه فجع بها القريب أتشعر بالوحشة؟ هل خذلك صديقك الحميم؟ هل تحس أن بينك وبين أعز الناس حجابا مستورا؟ فلم يعد يفهمك كما كان منذ قبل؟ هل روحك تأن شوقا إلى حبيب تبث إليه لواعجها؟ ما رأيك في أن تدعى هذا الحبيب وذلك الصديق وتنصرف إلى الذي لا يجفو من أتاه مقتربا؟ الله الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد والذي ستغدو حياتك أنسا وسعادة معه له اسم عظيم موغل في الجمال مكلل بالبهاء اسم القريب فلنتعرف على معاني هذا الاسم لنستشعر قربه منا ولنتذوق طعم مناجاته في ليالي الوحشة يا الله في الوقت الذي يريدك أن تعلم أنه على العرش استوى يريدك أن تتيقن أنه أقرب إليك من حبل الوريد يسمع كلماتك ويرى أفعالك ولا تخفى عليه منك خافية دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا بصحابته الكرام يدعون ربهم بأصوات جهيرة مرتفعة فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا بمجرد أن ينتهي العبد من الدعاء إذ بالإجابة تلوح لأنه قريب بدرجة لا يتصورها العقل تضيع دابة أحدهم فيمشي مبهوتا فيراه إبراهيم بن أدهم فيسأله فيقول ضاعت دابتي فيقف إبراهيم ويقول يا الله لن أمشي خطوة حتى تعيد لهذا دابته فإذا بها تظهر من منحن الطريق من أجلك يخبرني صاحبي أنه دخل المسجد وما زال أثر ماء الوضوء في أذنيه فاتجه إلى الصف الأول مقابل جهاز التكيف مما جعل الهواء البارد يدخل إلى أذنيه على إثر الماء بعد ساعة شعر ببداية ألم في أذنه لم يفتح شفتيه وإنما قال بقلبه يا الله كان ذلك من أجلك فإذا بالألم يرتفع هكذا بدون مقدمات وبلا تدرج أي قرب هذا الذي يعلم معه ما تحدث به نفسك دون أن تحرك به شفتيك وأقرب ما تكون إليه وأنت ساجد تتمتم به سبحان ربي الأعلى فإذا بالسماوات تنفتح لتمتمتك وإذا بالجبار يسمعك لا تتواهم أنه بعيد أو أنه تخفى عليه منك خافية يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل ويذهب ليطرق باب أبي بن كعب فيخرج أبي فإذا برسول الله يخبره أمرني الله أن أقرأ عليك الفاتحة فيقول أبي بذهول وسماني فيقول نعم فيبكي أبي ذبيب النمل قريب من جميع خلقه يراهم ويحميهم كيف يكون قيوما على خلقه لو لم يكن قريبا منهم كيف يكون ربا إلا وهو قريب وقربه سبحانه وتعالى قرب علم وقرب سمع وقرب بصر وقرب إحاطة لا قرب ذات لأن ذاته العلية منزهة عن مثل هذا القرب من قربه أنه ينزل كما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ومن قربه أنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء يقول تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها تخيل عدد الأشجار ثم عدد أوراقها تخيل وهي تتناثر في فصل الخريف يعلمها كلها يعلم عددها وأشكالها وأنواعها وكل شيء يخصها تأتي امرأة تجادل زوجها وعائشة رضي الله عنها في طرف البيت تقول أنها تسمع كلمة وتغيب عنها كلمة وبعد ذلك الجدل ينزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم أن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير يا له من قرب عجيب وعلم عظيم وسمع محيط وبصر نافذ يراك الآن مد يدك الآن أمدتها؟ لقد رآها يجب أن تؤمن بذلك قال لي صديقي مرة قبل أن يخرج من زيارتي في غرفتي بإسكان الجامعة أكتب لي في هذه الورقة كلمة لأقرأها وأنا عائد إلى غرفتي فكتبت له أنه يراك الآن أخبرني فيما بعد أنه فجع بها قربه يخيفك يجب أن يخيفك وقربه يؤنسك يجب أن يؤنسك وقربه يدفئك يجب أن يدفئك وقربه يجعلك شجاعا شامخا بطلا استمع إليه وهو يهدي من روع موسى عليه السلام عندما أعلن خوفه من الذهاب إلى فرعون فقال له إنني معكما أسمع وأرى هذا يكفي كونهم معهما أكبر حماية لهما لأنه معهما يجب أن لا يخاف من فرعون يجب أن يكونا شجاعين بطلين شامخين ومما قرر في كتب العقيدة أن لله معيتين معية خاصة بأهل ولايته وهي معية محبة ونصرة وتوفيق ومعية عامة لجميع خلقه وهي معية علم وسمع وبصر وإحاطة فكانت معيته لموسى وهارون معية خاصة تقتضي النصرة والتوفيق فكيف يخافان وقد وعدهم الله بنصرته وتوفيقه لهما وكل من قام بما قام به موسى وهارون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على علم وهدى ستكون له معية من الله تعالى بحسب الإيمان الذي في قلبه وبحسب امتثاله لأمر ربه لذلك فإن كل أمر بالحق ناهن عن الباطل تجد فيه من القوة والشجاعة والثبات والتوفيق ما يجعلك تكاد التجزم وأن المعية الخاصة تحوطه وتؤيده ابتسم ومن أجل الآيات وأكثرها أنسا في هذا الباب قول الحق الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فما هو مقدار الأنس الذي ستشعر به وأنت تقول الله أكبر مصليا لله إذا أخبرك سبحانه أن رؤية خاصة ستستحقها بهذا العمل لأنه سبحانه يرى كل الخلق الذي يقوم والذي لا يقوم فدل هذا على أن رؤية القائم لله في صلاته رؤية خاصة لا عامة رؤية فيها الحب والقبول والإجابة والمغفرة قل مثل ذلك عن الحديث الذي في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به والأذن الاستماع يقول ابن كثير ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية وذلك هو الغاية في الأمر وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من علم إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ إذا صفعتك المخاوف فابتسم وتذكر قربه منك سبحانه فكل الأشياء التي تخاف منها ليست أقرب إليك منه وإذا التأمت حولك الخطوب فتفائل وشتتها بفكرة أنه أقرب إليك من حبل الوريد مما يذكره بعض الوعاظ قديما أن أحدهم كان مسافرا في الصحراء فإذا بقاطع طريق حاملا سيفه يريد قتله فقال له خذ مالي فقال لا أريد أن أقتلك ثم آخذ مالك فاستأذنه في ركعتين فأذن له قال نسيت كل القرآن ولم أذكر إلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء رددتها وما أنهيت الصلاة إلا وفارس لا أدري من أين ظهر يضرب ذلك الرجل ضربة بسيفه يطير منها رأسه سبحانك إنه القريب فقط حرك شفتيك بذكره تتفتح أبواب السماوات لصوتك كان يونس عليه السلام في بطن الحوت ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فكان الصوت الضعيف المنطلق من الظلمات الثلاث يخترق أجواز الفضاء لتسمعه ملائكة السماوات فتقول للرب سبحانه صوت معروف من مكان غير معروف يقول الله في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم لأنه القريب فقط قل يا الله يكون الرد بأن يذكر اسمك ما أجل أن تتخيل أن ملك الملوك هذه اللحظة يقول اسمك يقول عبدي فلان بن فلان ذكرني الدنيا كلها تافهة لا تساوي مثل هذا التخيل وقربه هذا يزيد فبالتوبة والإنابة والطاعات يزيد قربا منه يقول في الحديث القدسي إذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعة فكل محاولة اقتراب منك إليه بالطاعة يعقبها اقتراب منه إليك بالقبول والأفضال والنعم والعطايا والهبات وصلت إليه ومن معاني قربه أنه يريك في كل شيء من حولك معنا يذكرك به فترى حكمته في دقة تركيز مخلوقاته وترى قدرته في رفع سماواته بلا عمد وترى رحمته في إنزال المطر وإنبات الشجر وترى عظمته في شموخ الجبال وترى عذابه في البراكين والزلازل والكوارث يقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إذا أبصرت شيئا بعينيك فبصرك يذكرك بالبصير سبحانه وإذا سمعت همسا في دجا الليل فسمعك يذكرك بالسميع سبحانه وإذا علمت شيئا من خفي العلم فعلمك يذكرك بالعليم سبحانه وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ذات مرة كنت جالسا مع مجموعة من الأبناء أحدثهم عن التفكر في خلق الله فقال أحدهم إذا تفكرت في مخلوقاته وصلت إليه توقفت مندهجا شعرت أن هذا الطفل يفهم هذه المعاني أكثر منا وأنه ينبغي أن أستمع إليه أكثر من أن يستمع إليه قريب لا تحتاج حتى تصل إليه إلا أن يخطر ببالك أن تشعر بقربه أن تحس بأنه يراك ثم تقول يا الله إذا سألوك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أي شخص يسألك عن الله فأول شيء تصف ربك به هو أنه قريب منه النفوس مفطورة على عدم استعدادها لعبادة رب بعيد لا يسمع دعاءها ولا يرى حاجاتها فمن أهم الصفات التي تبتدر بها الذي يريد التعرف إلى الله أن تخبره أن ربه قريب هكذا علمك سبحانه أن تخبر عنه وهذا القرب علاوة على أنه يجعلك تحبه وتأنس به وتخشاه إلا أنه فوق ذلك يجعلك تدمن على استغفاره والتوبة إليه فالقريب من جهة يستحق أن يستغفر ويتاب إليه لأنه بقربه اطلع على كل غدراتك وفجراتك ومن جهة أخرى فهو قريب قربا يجعل استغفارك وتوبتك ناجعة فلن يغفر لك إلا من سمع استغفارك ولن يتوب عليك إلا من علم توبتك فهو القريب المجيب وبعد هذا تأمل قوله سبحانه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ومن نوادر التعابير التي تصيبك بالحياء من القريب سبحانه قول أحدهم ألا يستحق أن تحبه؟ في اللحظة التي تغلق الباب على نفسك حتى تعصيه يدخل لك الأكسجين من تحت الباب حتى لا تموت وهذا القرب يقابله محاولة تقرب من العبد إليه سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إنه مضمار المسارعة والمسابقة والتي لا يكون قصارى رغبة العبد فيه أن يكون قريبا بل أن يكون الأقرب من بين الأدخنة وفي أجواء المحن التي تعيشها الأمة ومن بين أدخنة الحروب المهلكة التي تمس أفئدة المؤمنين باللأواء يحتاج المؤمن هناك إلى ثلاث مستويات معرفية متعلقة باسم القريب الأول معرفة قربه سبحانه إيمانا ويقينا ليريح نفسه من عناء الصراخ والاستنجاد بالبشر فرب البشر قريب شهيد مطلع فيجد في القرآن آية تقول له بكل وضوح إنه سميع قريب فيلقي عند أعتابها حروقات روحه المكلومة وكل ما سبق يصب في خانة هذا المستوى المهم الثاني ومن بين لهيب القهر ورؤية تفاصيل الشتات وتهدم البيوت وموت الأنفس وهلاك الثمرات يريد رحمة يبحث عن رحمة يتمنى رحمة تنهي عذابات خذلان الإخوة وطعنات الغدر المتوالية فيقف عند قول الحق سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين يا الله إذن ليس بين ذلك المجاهد المغوار الذي نذر روحه للجبار إلا ستار شفيف تلوح من خلفه مخايل الإحسان فقط يحتاج أن يجاهد في الأرض بطريقة ملائكية يشعر فيها أنه يرى الله فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه فلا يطلق رصاصة إلا ولديه جواب عن لماذا وكيف ومتى أطلقها ولا يزال العبد ينتقل من إحسان إلى أحسان وتكون في المقابل رحمة الله أقرب إليه من غيره حتى تغشاه الرحمة من كل مكان تنتزعه من أدخنة الموت إلى سحائب الرضا الثالث وتطول الأيام وتتوالى الزفرات وتشتد البلاءات ويحكم الحصار من كل مكان وعند ذلك تطل روح المجاهد على آية ثالثة يقول فيها الحق ألا إن نصر الله قريب فكما أنه قريب سبحانه من عباده وكما أن رحمته أيضا قريبة من المحسنين منهم يأتي النصر القريب من جند الله وإن جندنا لهم الغالبون فيربط الله بذلك على قلوب أضناها الانتظار وأرهقها الإصطبار فينتظرون هذا النصر القريب من ليل ونهار الله الله واضطرب الدموع خشية ارحم أنين الحب في دمعاتي الله والتهب الفؤاد حرائقا ارحم لهيب الحب في نبضاتي الله واندفعت حروفي لهفة ارحم شعور الحب في أبياتي وبعد هذه السياحة التفكرية في اسم الله القريب أسأل الله أن يجعلنا ممن يستحضر قربه ويعمل وفق ما يمليه هذا الاسم الأعظم من معاني الذل والإخبات والمراقبة والخشية وطلب الرحمة والنصرة منه وحده اللهم يا قريب ممن دعاك ورجاك اكتب لنا قربا من رحمتك وهدايتك قربا تؤنسنا به وتذهب عن أرواحنا وعثاءنا وتدخلنا به الجنة الخاتمة وبعد فقد عرفت شيئا عن بعض أسمائه فعليك أن تتزود بمعرفة المزيد عنها وعن غيرها وأن تجعلها نبراس حياتك وهداية قلبك ونور أيامك لتحوز على سعادة الدنيا والآخرة ولي رجاء إن خفف هذا الكتاب عنك ألم أو رسم على ثغرك ابتسامه أو غير حالك إلى الأحسن فلا تنسى كاتبه ومن أفاده ومن أعانه ووالديه وجميع المسلمين من دعوة بظهر الغيب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد علي جابر الفيفي استمعتم إلى لأنك الله تأليف علي الفيفي بصوت سالم بشير